استمرار للحوار اللي احنا كنا بدأناه من شهرين تقريباً أو زيادة عن الـ Artificial Intelligence و لو تفتكروا كنا حضرنا يوميها يوم كامل و كنا تكلمنا في حاجات كتير قوي و منها حاجات سبناها على أن احنا نرجع لها مرة تانية اللي هي بالذات قضية الـ DNA Computing و قضية الـ Quantum Computing أو بصورة أصح إلى أين مصير الـ Computing فده موضوعنا النهاردة و هخدكم على مرحلتين الأول هنبتدي بشيء من التذكرة بالماضي اللي قلناها المرة اللي فات لقد هذكرة سريعة بالـ Basics of Computing و كلمة عن مور وماتكارف و ليه وصلنا أو بنصل إلى حالياً في السنوات اللي جاية القريبة جداً إلى Limits of Classical Computing وبعدين الافتراضي أن أغلبكم من الحاضرين ما عندوش بالضرورة خلفية بيولوجية هشرح شوية عن الـ DNA Basics وبعدين نخش في الـ DNA Computing اللي هو الفرع الجديد اللي بيتطور حالياً وبعدين هقف عند النقطة دي ولو في أسئلة أو مناقشة شوية نأخدها وبعدين نمسك الجزء الثاني اللي هو الفرع الثاني من الفروع المستقبلية اللي هو الـ Quantum Computing دولة فرعين مختلفين خالص ومبنين على أسس مختلفة خالص فبرضو هنرجع كده نراجع الـ Quantum Basics سواء الأصول والأساسيات بتاعة الـ Quantum Physics وبعدين منها الصفات الخاصة اللي ادخلت في الـ Quantum Computing ونقول كلمة عن المستقبل فدير إحلتنا النهاردة فنبدأ بتذكرة بالـ Basics of Computing إن طبعاً كلكم عارفين إن فيه سوفتوير وهاردوير وإن السوفتوير مبني على Mathematic Logic والهاردوير evolved بطريقة أخرى هنتكلم عنها بعد شوية السوفتوير الماتماتيك اللوجي دي جاء من إيه من حاجة سمينها Boolean Algebra وSymbolic Logic وMathematical Formulations وزاد عليها الـ Digital Revolution اللي هي قدتنا الزيرو واحد اللي احنا نستعمله في تقريباً كل حاجة في الـ Binary Language ستاعتنا واللي بنى الثورة المعلوماتية قدت القرن العشرين حقيقة هما بالذات اتنين رجالة الـ Insights بتاعتهم غيرت كل حاجة Alan Turing وClaude Chan إنما نبدأ بالـ Boolean Algebra جاء منين Boolean Algebra واحد اسمه George Bool كان على فكرة مختلف إن نحاول يعمل Logical Analysis عشان يثبت وجود ربنا وحاجات من هذا النوع إنما في خضم هذه الأمور اخترع نوع جديد من الألجبرا نعدى مبنية على فكرة الـ Operators اللي هي أصبحت هي الأساس اللي تستعمل في Symbolic Logic وجزء كبير من Computer Programming فكرة الأساسية فيها إن فيه ست يأما بيتقطع مع ست تاني أو بينضم مع ست تاني وبنقول إن فيه حاجات دخلة جوه هذه المدموعة وفيه حاجات خارجها وعلى فكرة يعني بالنسبة للطفل دي سهل أولا حد تشرح له مجموعة طفاح ومجموعة إقلام الألم دا يروح فين سيقول لك هروح في المجموعة دي يعني طبش هروح وسط التفاح ده تعريف الستس السؤال بقى إن إحنا نقدر نقول بينهم وبين بعض تقطعات ولا لا غير بقى إن السيمبوليك ستركشور دي موجودة عمل تريجر معين في طريق التفكير دي بقى فيه وضوح في الرؤية في طريق التفكير وجورج كانتر مكان من القواد بتوع الشغل في القرن التاسع عشر على النومبر ثيري والسات ثيري واستعمل الحاجات دي كذلك والأوبرائشنز اللي ممكن نقولها إن نقول إن حاجة موجودة إما في السات A أو في السات B أو الاثنين حاجة تبقى موجودة في الانترسكت بتاحهم يعني فقط لازم تبقى بوث A and B أو تبقى A or B but not both وnot both A and B نممكن نشرحها بدياجرامز دياجرامز جميلة جدا اختراحها واحد اسمه VIN سمعتوا عن VIN Diagramز أغلبكم سمعتوا عن VIN أغلبكم ما عرفش مين VIN جاءت منين VIN ده أدي سورة مستربان جون VIN دخل في كيمبرج يونيبرسي 1880 طبعا الدكتورة نوحة داتي نبسط كيمبرج يونيبرسي 1880 عمل فكرة ال VIN Diagramز اللي هي زي دي فده أبسط حاجة الحاجات اللي موجودة في A تبقى ست A كل حاجة خارج ده is not A كده عندي two sets A and B they intersect in a part الحتة اللي في النص دي هي الانترسكت الاتنين دولا مع بعض union وده البرا ولا A ولا B ده الانترسكت ده لازم يكون both A and B it's not or both A and B كده A or B يبقى كل اللي داخل ده A or B الاتنين ساور فالمهم هذه التصورات بطريقة التعامل مع السادس كان جزء أساسي في الـ المثماتيكس الموجودة وسنة 1900 زي ما قلت لكم ديبد هيلبرت راجل ألقى محاضرة من المحاضرات التاريخية لانترتب عليه أن كل الرياضيين في العالم يشتغلوا على برنامج هيلبرت لمدة حاجة وثلاثين سنة في محاولة إقامة كل صرح الرياضيات الحديثة على مجموعة من الأكسيومز في هذا كان هيلبرت بيعمل نفس اللي عمله إقليدس في مكتب تسكندرية الأديمة اللي هو أنه هو عمل الأكسيوماتيك جيومتري الألمنس والجيومتر إقليدس نفس الفكرة نفس التعامل فريج اشتغل على سات تيري وكان سنة في 9001 هيقدم هذا العمل كجزء كبير من الكونتربيوشن بتاعته تلاع له شاب صغير على فكرة كم الشباب الصغيرين اللي هيخشوا في القصة بتاعتنا دي موزهل عشان كده كلكم ما شاء الله تقولوا لنفسكم يعني سباب زينا هو العمل كل الكلام ده شاب صغير اسمه بيرترين راسل راح بعت له كلمة حطم بيها كل الشغل بتا حياته لان سأله السؤال اللي هو سؤال البلاحمر ده إذا نشرح لكم بصورة أبسط تخيل أن في قرية في حلاء بيحلاء بيحلاء كل الناس وقط بيحلاء نفسه هل الحلاء يحلاء نفسه ولا لا لو حلاء لنفسه يبا هي كنترادكسي لو ما حلاء يبا هي إذن تشايف كل الناس الذين لا تشايف نفسه كنترادكسي تبسيط بالتبسيط إنه الماثماتيك هي الماثماتيك الماثماتيك فرسل اشتغل مع ويتهيد وقعده عشر سنين طلعوا كتاب 1910 مشهور أو يسمه Principea Mathematica ده كتاب بخ صعب جدا من 2 volumes بيحاول برضو يبني كل الماثماتيك على أساس rigorously logical مهم في كلام ده ليه بنتكلم في كلام ده في الأول لأن كان فيه المنطلق الأساسي في بدايات القرن العشرين كان إن إحنا نقدر نبني system completely logical بعد كده طبعا هنجد إن حصلت مشاكل أخرى بعد Principea Mathematica ده Whitehead ورسل عملوا الكتاب 1910 جاه بعديها بواحد وعشرين سنة واحد اسمه كورت جوديل كورت جوديل عمل نظرية اسمها جوديل's proof تثبت فيها استحالة بناء system مثل Principea Mathematica من غير ما يطلع في inconsistency أو incompleteness بمعنى آخر إن ما أقدرش أبني system mathematical system complete and consistent throughout جوديل's proof حطمت فكرة هيلبرت وناس تجهد بعد كده نتدور على حاجات تانية من التلاتينات جوديل على فكرة بيعتبر من العمالقة بتوع القرن العشرين وعمالقة الفكر العلامي كله بالنسبة المتخصصين بذات في الرياضيات وهنا تشايفينه مع أينشتاين فهو لا يقل عن أينشتاين في أهميته أينشتاين في الفيزياء والجوديل في الماثماتيكس بوث الماثماتيكس والفيلوظافي اللوجيك الاثنين دخل فيهم ساهم زي ما قلت لكم دي الخلفية في اثنين ريالة غيروا كل مفهومنا في الكمبيوتر واحد ألم تيرين ده مات صغير خالص أمر 42 سنة ومتحر أساسا من قصته إنما ألان تيرينج أخذ بالك من 1912 مولود 1912 1936 كان عمره كم سنة 24 سنة 1936 كتب كتاب اسمه بيبر اسمه On Computable Numbers في هذا في هذا البيبر دي اخترع كلمة Computation Computers Computation كل ده جاي من البيبر تيرينج لما كان أصغر منكم أو أدوكم عمره 24 سنة فهي لديد المثماتيكا المثماتيكا لتحرق الارثماتيكا وعمل فكرة إنه في آل 1936 إنه ممكن الواحد يبني ثيوريتيكا الديبايس اللي هي أصبحت في من بعد الكمبيوتر فالبيبر اساسية وعمل لها System Binary ونها بتغير رموفينج Central Processing جوني بتاح يتحرك ويعمل عملية ورا عملية ما علينا في القصة دي نسموها Turing Machines وحصل لها تطبيقات مختلفة تقريبا في نفس الوقت بعدها بسنتين شاب تاني صغير خالص طبعا Claude Shannon ضروري كلكم اللي حضرين هنا سمعتم عن Claude Shannon Claude Shannon ده is the father of information theory Claude Shannon author of the Shannon equations وهو اللي عمل اللي فكرت ان في message وفي content للمessage بتأسب bits وفيها noise حذكركم طبعا في كتير هنا مهندسين حرفتكروا الشانان equations amount of information I given in any message can be measured في حاجة سماها bits and is the probability of surprising the message which is given by minus P log sub 2 P وكذلك حكاية التransmission maximum transmission rate جاي من التransmission rate سيدة مبني من الباندويت اللي عندنا والسيجنال to noise ratio الاساس جزء كبير جدا ما اللي بتعمل في قرن العشرين امت عمل الكلام ده السيد كلود تشانل عملها في الماستر التسيس بتاعته بدأ الماستر التسيس بتاعته لما كان في MIT وعمل application للسيمبوليك بتع فريق وبول لريليز و سويتش ودا بيكايم the foundation of information theory استعمال binary truth tables logic gates little van diagram تحت اللي وليتها لكم في الاول ايه موجودة تحت هنا ودا ودا ما يعادلها بال logic gates وبال truth functional analysis نفس ال van diagram موجودة موجودة تحت هنا فهو طبخ الكلام ده ودا اصبح فكرة ال switch و relays اللي بتستعمل في تطبيق اي computation فتورينج عمل التهوريتيك الايديا تحت computations وازاي الماكن يمكن اشتغله وشانون بدأ يشتغل على ازاي الكلام ممكن يتنفس بعد بعشر سنين تعريبا عقل شوية في مجموعة من الناس منهم مكالة وبيتس وغيره دخلوا فكرة ال neural networks قال لك المخ الانسان بيشتغل ازاي وال neural networks دي هي اللي هتربط ازاي نعمل العملية الحسابية دي كلها ودول الناس اللي اشتغلوا الحكاية دي بس دي نقدر نمشي عليها بعد هم بكم سنة على طول ما فيش يعني قريب سنة بعد جورج بوليا كان ستانفورد بروفيسور حاجة سماها heuristics وهو ازاي الواحد يحل مسائل دي اصبحت الاسس على الهاردوير وايضا على فكرة السوفتوير انما من تيرينج والجماعة دولة جات قضية السوفتوير في واحد كمان مهم وحيرجع لنا في اخر المحاضرة النهاردة خالص هنرجع له تاني واحد اسمه جون فالنويمان جون فالنويمان ده كان اميجري من المجر يشتغل على كومبيلة الزرية فيما بعد انما سنة 48 كتب بيبر مهم اوي اسمها The General The Theory of Automata السلة الاتوماتا دي قال فيها ان كل الحاجات سواء دي نقطة مهمة بيولوجية او ميكانيكل بتشتغل تبقى لمعادلات رياضية محددة ممكن واحد يوصل لها ودي ادت الفكرة ان ان فكر ان مخ الانسان عبارة عن الكمبيوتر ما يفرقش كثير عن الكمبيوتر فالناس بتحاول تبني الكمبيوتر من بره وبتقول ان مخ الانسان ده عبارة عن الكمبيوتر فهو موضل ممكن نمشي عليه او نفهم المخ بيشتغل ازاي من الكمبيوتر بعدها بكم سنة 8 سنوات نيول و سايمون انتروديوست the first forrunner of expert systems وعمل برنامج سنة 57 اسمه General Problem Solver او GPS اللي هو الProgram ده يعتبر the first real computer program بما فهم نحن فالإزن الفرع اللي بنكلم عليه نسبيا حديث 56 57 يعني يدوب نص قرن يعني كل الفرع بتاعنا اللي بنكلم فيه ده يدوب نص قرن دي كانت the forrunners ودي البدايات بتاعة the first real computer program سايمون على فكرة شخصية جبارة جدا اخذ Nobel Prize في economics وعمل حاجات كثيرة اوي فروع كثيرة اوي وفي نفس الفترة ده بعد ما عمل هم مكارثي عمل اللي سب programming وهو اساسي في artificial intelligence واستعمل كلمة artificial intelligence لأول مرة سنة 58 بدأ بقى التطبيق مكان و software وسنة 82 83 لوتس 123 اول سبريد شيت انا كلنا نستعمل excel اول سبريد شيت ينزل لوتس 123 وانا فكر اول ما طلع واستعملته البنك الدولي كانت حكاية كبيرة او او ده كان شكل السبريد شيت 85 بعد ايا بسنتين windows microsoft دخلت windows 1.0 نقطة فارقة في تاريخ اغلب الانسانية يعني دخلت windows windows دخلت في الانسانية وفعلا ادي bill gates ببيع اول نسخة من windows وعلى رأي حد and that's what he has been doing ever since ما بطلش يبيع windows من وقتها الغد دلوقتي ده هو بعمله واد windows طبعا الحديثة بتاعته next big thing the future of computers الى اخري اخذ الاشكال مختلف بس هي اساسا نفس السيستم بتغير شوية ده من ناحية الصوفت وير وامثلة للصوفت وير ايه بقى اللي بيحصل في الهارد وير هارد وير له تاريخ قديم اوي نبدأ الاول بالاباكس اللي هو طبعا اللي بتحسب بالبلي ده زي انتو عارفين ده كان في الصين وكان في مصر وكان من وقت الاباكس من 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 اقدم التاريخ لغاية القرن السابع عشر مفيش حقيقة تجديد في المكن فكرة المكن الهارد وير لغاية ما ييجي بليز باسكال باسكال ده كان من الناس العبقرة جدا في التاريخ وكان على فكرة من اصغر واحد داخل اكاديمية العلوب الفرنسية عمره 19 سنة وكان عبقري في رياض في حاجات كتيرة جدا وهو الاخترع لانه واحد صاحبه كان بيلعب امار قال له مادام انت فالح كده ونصح كده ما تطلع لنا حل ازاي نكسب في الامار فقال له خلينا يفكر في الحكاية دي قعد يفكر وبعدين نكلم ثرما وقعدوا سوا كتبوا كده شوية الرسائل بين بعض وطلعوا الprobability theory اللي احنا كل الستيستيكس الحديثة مبنية عليها ومش بس كده وكل الquantum فزيكس هتتبني عليها فقال هذا اخترع اول computer hardware machine والفكرة فيها بسيط اوين العجل ده بيمشي كل ما تلف عجل عشر لفات ترجع تاني للزيرو واللي قابليها تلف واحد وهكذا بيقدر بقى يحول العمليات الضربة لعمليات جامع والطرح والاسم الى طرح واشتغل بالطريقة دي انما ده real computer جاب عدي باكتر من 150 سنة اللي هو Charles Babbage Charles Babbage عمل real machine ده first babbage machine وفي second babbage machine ودولها موجودين دي كانت first real computer زي الحياة استمرت الحكاية ده الى القرن القرن العشرين وفي اثناء الحرب العالمية Alan Turing بنى المكنة دي ويسمىها في Bletchley Park عشان يفكوا الشفرة الألمانية في انجلترا ايام الحرب العالمية التانية ويسمىهم البومز وبعدين 44 بنوا اول computer في Bletchley Park وفي نفس الوقت تقريبا بعدها بكم شهر في امريكا بنوا INIAC اللي هو بيعتبر اول computer ضخم يعني بين الاثنين دولي بيعتبروا اللي هو Colossus والإنياك بس الإنياك بقى كان لهم متابعة بعد كده الادفاك سنة 46 و 47 ولد الترانزيستور فبعد الباكيوم تيوبز استعملوا ترانزيستور وشوكلي وبردين وبريتن هم اللي عملوا الترانزيستور دي ترانزيستور النهارده وزي انتم عارفين ترانزيستور دي هي اساس كبير جدا من كل صناعة الإلكترونيات في القرن الـ 20 سالة 51 أول كمبيوتر قدر يخش تطبيق تجاري وده كان يونيفاك واحد كان بهذا الحجم واخد أوضة بحالها لوحده و 64 الـ IBM 360 ده دخل في الجامعات وفي الشركات وأول ما دخلت الكمبيوترزيزيشن بشكل واضح في الستينات وده خلو كنا نستعمل وقتها لانا انا بقى عجوز مفاكل الكلام ده كنا نستعمل punch cards دي كننعد على الماكنة دي ونعمل خروم في الحاجات دي ونوصل بها الفرست مين فريمز كمبيوترز كان نشكلها كده بهذا الحجم اللي انتم شايفينه وده التصور بتاع المين فريم لو فردته جنب بعضه كان بياخد أوضة كاملة وده التصور سنة 1960 راند كوربوريشن اللي هي بتستشري في المستقبل قالت ان احنا ممكن نتخيل هوم كمبيوتر وهوم كمبيوتر حيبقى شكل زي ده كده ما قدروش يتخيله اللابتوب الحديث تخيله حاجة بهذا الحجم وده المين فريم IBM 360 وانا اشتغلت به لما كنت في الجامعة وكان بياخد الضور التحتاني بتاع مبنى كامل لوحده وكان نازم يتعمله تكييف ومش عارفينه كل الاجهزة دي جزء من الكمبيوتر وده كله على فكرة الميموري والبروسيسنج باور بتاعه مايجيش عشر اللي موجود في اي بي سي دلوقتي كل الحركة دي وقادي منظره كما كان في الشركات يستعمل في هذه الفترة وسنة 64 كذلك بقى في حاجة تانية اختراع اول ماوس دج انجل بارت اختراع اول ماوس وده شكل الماوس الاولاني خالص قبل ما يتحول لليه احنا بنستعمله جميعا دلوقتي ده كان الماوس الاولاني وكذلك جاك كلبي الراجل ده اختراع الانتجريت السيركيت وهي فكرة تحط كل الكمبيوترات التحنزيسر دي في سيركيت بورد واحدة سنة 72 اتاري اخترعت اول فيديو جيم كان اسمه بونج كان الواحد يحرك دولة كده زي المضارب والكرة بتجري كده راح بونج بونج بس كده طبعا احنا فين وبين دي قصة تانية سنة 75 التارد عملت اول كمبيوتر وقالي كان شكله ايه شوف حتى الكيبورد كان في حتة خشب ازاي وبعد كده 1970 انا اشتغلت بيدا وده كان عمل تقريبا اقدل شنطة ضخمة كده كده كبيرة للكمبيوتر وبعدين الواحد وثمين طلع الريليس اللي هو شكل الكمبيوتر الهاديثة ظهر شكل الكمبيوتر اللي بنحطه على المكاتب بتاعتنا ظهرت سنة 81 يعني ادعو 25 سنة يعني كل الفرع اللي نتكلم فيه ده جديد خالص ده ده صورة الابتوب اللي بنكلم عنه وستنة 84 ماكين طلع اول جرافيك انترفيس وده ستيف جوبز مع الابل وطبعا وصلنا منه الى المودرن لابتوب اللي احنا بستعمله النهاردة الريحة دي كلها بتاعت الصوفتوير والهاردوير هي اللي عملت الكمبيوتين طب ورع الكمبيوتين ده فيه فيه نظريتين دفع كل الحركة ده من الثمانينات لغاية النهاردة او حتى من الستينات لغاية النهاردة ومسؤول عنها واحد اسمه جوردن مور واحد اسوأد باتكالف جوردن مور ده الكوفاوندر بتاع شركة انتل وقال ان النامبر الترانزيستور التي يمكن ان اضع على مور الترانزيستور تقريبا اكثر 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 18 موانات وقال التطبيق انه فعلا ثبت هذا الكلام من ناحية عدد الترانزيستور طبعا ده لغاية من 1000 1000 1000 100 1000 لم 10 100 م إلى مليار وهنا السنوات وده الموضلز المختلفة وفعلا بنجد انه ماشي تقريبا على خط مستقيم على لوجريفنك سكيل من ناحية دي ورجل سكيل من ناحية دي اذا مورز لو ثبت الى انها ماشية مضبوط وممكن نتوقع انها تستمر وده الويفرز الجديدة مش الانتجريت السيركت الويفرز اللي طبعا بتشيل مئات من الانتجريت السيركت السيركت رجعنا لمورز لو والتطبيق اللي بنعمله بعد هنجد حاجة غريبة جدا لو بنعمل استشراف مستقبلي ونمد الخط بتا مورز لو ده مستقبلا هنجد انه طبقا لتوقعاتنا زي كورتز بايل انه بيقول احنا وصلنا لغاية هنا دلوقتي انه اذا وصلنا بعد هنتعدى ده البروجيكت بتاعنا من 2023 هنبقى قوة الكمبيوتر تتصل الى قوة الهومن برين لان الهومن برين حاليا مليون مرة اقوى من الكمبيوتر انما هنقدر نوصل لنفس عدد النيورونز والفايرينز وبعدين بعدها بشوية هتزيد وبيتصور من هذا استشرافات مختلفة انما اذا نظرنا لل اكتول اوبزيرفاشن ده كل دي اوبزيرف اكتول ماشينز بانت فعلا لغاية سنة 2000 ودي خطوط استشراف مستقبلية اتعمل في فترات زمنية مختلفة الملفت ان دي اقدم ده اقدم خط هنا وده اجد خط يعني بمعنى اخر ان كل ما اتجلنا معلومات جديدة ونشوف اللي بيتطبق بنجد ان الخط مش بيبط مش بيوطي او بيبطأ لا بيسرع وبيزيد فكل مرة بنجد ان التوقعات كانت كشين زيادة هنلزوم لا انفاكت هنعمل احسن من كده وحنوصل اكتر من كده فده ظاهرة بتؤدي البعض انه هنقدر نصل اسرع مما كان متوقع من ناحية تانية روبرت ميتكارث اشتغل على او طرح حاجة تانية هو اخترع الاثرنت ونأس شركة ثري كوم وبيقول فيها ان قيمة الكمبيوتر ليس لوحدها انما في شبكات الناتوركينج وكل ما هيزيد الناتورك كل ما هزيد القيمة طبعا الانترنت اصبح هو اساسا اخترع الاثرنت واشتغل على الحكاية دي وقال انها جيومتريك يعني قادي القاعدة بتاعتها انها بتزيد الواليو بتاعتها بتزيد مش بصورة خطية بصورة هندسية بتزيد كده فان في عدد ما تبقى متصل لأكتر وكتر بيها كل ما تقيمتها هتزيد بنسبة للمستعمل ما بين مور ومتكاف القاعدتين دولة زائد الخلفية اللي جاية من تيرين وشانون والشغل اللي اتعمل في الهاردوير من اي بي ام لأبل والشغل اللي اتعمل في الكمبيوتين بالسوفتوير زي ما انتشفته لغاية ما وصلنا الويندوز وما إليها ده يمثل الصرح الحالي بتاع classical computing باعتبار ان ده اللي احنا وصلنا اليه من هذا التدرج في الهاردوير والسوفتوير سؤال بقى في المتس يعني لو مور زلو دي ماشي كده على طول هتستمر على الطول ولا هنصل الى limit التصور ان احنا there are limits المتس دي جاية من ايه بقى المتس بالمفهوم الهاردوير والسوفتوير اللي انا شرحته دلوقت جاية من اساس ان احنا لما بنشتغل بالطريقة البيناري ده هيا بنشتغل بالlogic gates وبنشتغل ب and or not copy وحاجات دي كلها بنصل الى حدود معينة طبعا انتم عارفين كلكم ان احنا مستعمل كلها zero one language اللي هو digital revolution او الصورة الرقمية اللي نسميهم binary digits او bits اللي منكم معرفش كلمة bits كانت جاية من binary digits واختصارها دمجوها بعض عشي عمله bits وانها بتاخد اما value zero او one ممكن تبقى off او on false او true تبقى زي ما تبقى اما it's either zero or one وان بنحط millions of transistors وcapacitors في integrated circuits تهين كل واحدة منهم can be either zero or one فيش وبالتالي العمليات الحسابية اللي تمشي بطريقة algoritm وكلمة algoritm اللي جاية من الخوارزمي كلمة الالجوريثم دي بتطبق عليهم بتصل الى only one state at time يعني لازم يقف اتصال بينهم وبين بعض اتصال ده بياخد وقت الوقت ده حتى ان كان النهارده بنحسبه في واحد على مليار من الثانية برضو بياخد وقت ومن ثم ان احنا بنحاول نصغر 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 ونستعم logic gates اصغر ومسافات اصغر ونزود عدد الترانزيس بتحط على integrate circuits انما بنصل الى مرحلة لما بنصل الى تقريبا حاجات على حجم الجزيئات بتنتهي الapplication بتاعت classical newtonian physics وبتظهر حاجة اسمها quantum physics الquantum physics دي لها طواعد مختلفة تماما عن classical physics newtonian physics حاجة وquantum physics حاجة تانية quantum physics دي غريبة جدا وبتطول تفتح ابواب جديدة ولكن عايز تفكير مختلف تماما عن classical physics ففيه limit حنوصل له لما عدين نصغر نصغر ونزود العدد هنصل للlimit دي انت لما بتوصل لحجم الزرة او جزيئات القواعد بتاع التعامل ما بين مع الجزيئات دي بيختلف وده الموضوع اللي احنا قدام طيب فيه ناس بتقول طيب ونحلها بالparallel computing اي يعني لو عملنا بالparallel computing احنا كل بنعمله ان احنا بنربط مكان جانب بعض الكلاستر كمبيوتين والسوبر كمبيوتين هنعمله هو بهذه الطريقة طيب الكلاستر كمبيوتين هنقضي الي هنقضي نحل مشاكل بان احنا نقسمها اجزاء ونخلي كل كمبيوتر يعمل حتة ونرجع نجمع في الاخر العملية دي ولكن اللي بيحصل ان ما بين العملية اللي جوه كل كمبيوتر لوحدها بتاخد وقت وفي نفس الوقت نقل المعلومات من الكمبيوتر ده الكمبيوتر ده وتجمعهم وتوزعهم والرجاعات بتاخد وقت فالوقت ده برضو بيحط ومهما الكمبيوتر برضو لها الكنسرين ستترى علاقة ما بين المكان وداخل المكان اللي تتواجد فيها فمن ثم وصلنا الى حدود معينة بنقدر نشوفها قدامنا حوالي 10 أو 16 سنة بالكتير في الكمبيوتر وبعد كده هنتحول الى حاجة تانية ايه هي الحاجة التانية ده النهاردة متجهين الى حاجتين واحدة بنسميها دي اني كومبيوتين واحدة الكونتوم كومبيوتين يعني اذا بدأنا من اقدم حاجة اللي هو الاباكس وبعدين الشاب اللي اسمه باسكال عمل اول مكان اللي انت شفتوها 1642 ثم شارلز بابج في نهاية نصف التاني من القرن التسعة عمل بابج ماشين على فكرة ده اول كومبيوتر ممكن نسميه واحدة ست كان اسمها ابا لابليس بنت جورج بيرن بس مكانش تمضي الورق باسمها اللي جانت تشرح الماتيماتيكس بتاعت بابج لانه وقتها الستات كان غير ما سمح لهم انهم يكلموا في العلوم ايام سيئة جدا اه اه انتهت في القرن التاسع عشر ببابج وبعدين في القرن العشرين كولوسوس اينياك ادفاك ثم منو المين فريمز والبي سيز اللي هو كلاسيك الكمبيوتينج والنهاردة وصلنا الى نهاية المطاف فبنروح دي ايني كومبيوتينج او كوانتم كومبيوتينج دولا مختلفين تماما عن بعض ولذلك هنتكلم عنهم كل واحد لواحد في طريق كده وطريق كده ما فيش تشابه ما بينهم بالمرة وزي ما هتشوفوا دلوقتي فهنتكلم اساسا عن الدي ايني كومبيوتينج ايه الدي ايني كومبيوتينج سحلكم بقى شوية بيزيكس في البيولوجي شوية سيبوا بقى الهندسة والرياضيات وزي ما نكلم في البيولوجي زي ما فيه ديجيتال ريفولوشن اثبتت ان الـ ممكن تبقى لغة مشتركة ما بين الصوت والصورة والرقم والاخير كل ده والفيديو والحاجات ممكن تتحول الى ايضا الدي ايني اختشاف الدي ايني ده بيين ان احنا عندنا بيولوجي ريفولوشن ممثلة للديجيتال ريفولوشن بس ماشي باربع حروف اي تي سي جي الاربع حروف دولة اللي هما the four letters بتاع الكود بتاع الدي ايني اللي هو ادنين وتايمين وجوانين وسايتوسين دي كلها real basis amino acids موجودة في هذه الخلية وكل شيء حي كل شيء حي بكتيريا حشرة زرع حيوان انسان ما يختلفش في استعمال اربع حروف دولة ولذلك قدرنا نعمل عمليات بتاعة الهندسة الوراثية ونقل جينات من مكان الى مكان لانها نفس الحروف نفس الاربع حروف دي زي ما شفنا في الثورة الرقمية ان الصوت والصورة والموسيقى ومش عارفين نقدر كلها نحولها ال zero one ايضا كل شيء حي شفناها لغاية دلوقتي في الارض مبني على الاربع حروف دولة تاني حاجة ان الحروف دي بتتجمع بطريقة معينة ال a ما يجمعش الا مع t وال c ما يجمعش الا مع g فده كان تصور يعني اكتشاف كبير جدا والاثنين برضو شباب جدا جيم واتسون كان عمره 25 سنة وفرانسيس كريك 31 سنة لما اكتشفوا ال dna او double helix واخدوا عليها جائزة نوبل هم 53 عمل هذا الاكتشاف وده طبعا انتو كلكم شوفتم اللولب ده اللي هو double helix ده عبارة عن تتخيلوا انه سلم من ناحيتين عنده الاعمدة بتاعته phosphate based وجوه في النص كل سلمة عبارة عن حرفين c مع g او a مع t وبعد ما بتبني كده لو دورت كده وفعشت تويست يبقى عندي المنظر بتاع double helix ده double helix ده بقى كببه 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 وحطه جوه النواة بتاعت الخلية كل خلية حية داخل النواة بتاعتها في جزئ من الDNA ف where and what is DNA احنا فينا تقريبا hundred trillion cells يعني 100 الف مليار خلية في جسم الانسان بيتجددوا نفسهم في حوالي 200 نوع من الخلايا خلايا دم خلايا عضم خلايا شعر خلايا جلد خلايا عضل الى اخره كل واحدة من دولة فيها داخلها الوصف الكامل بتاع جسم الانسان ليه لان احنا بنبدأ كلنا من خلايا واحدة بويضة بيبقاح حيوان منوي بتتحول الى fertilized egg وبعدين بتتكاسم من الجزء الاولاني ده فيه كل الDNA بتاع الشخص نصه جاي من الاب ونصه جاي من الام وبيتحول الى الDNA اللي هو بتاع الكائن ده ولما الجزء بيتقسم بيعرف بعد شوية ان ده بقتل يحول الى الدم وده بتحول الى عضم الاخري وكل خلايا من دول بتحت تحت بالسجل الكامل بتاع الDNA اللي موجود اللي بيشرح زي الرسومات الهندسية اللي بني بيها هذا المبنى الرسومات الهندسية اللي بني بيها هذا الكائن كلها موجودة في جزء الDNA فقادي لو بصينا داخل النيوكليس هنلاقي جزء منه كده بيطلع منه تكبيبات اللي هي الكروموسومز الكروموسومز دي عبارة عن تكبيبة ولو تفكاها كده هتوصل الى ملفوف ملفوف على نفسه وبعدين متجمع في مجموعات كده صغيرة بنسميها كروموسومز 46 كروموسومز 23 23 من الأب 23 من الأم وبيخش مع بعض في نواة الخلية بيبقوا جزء الDNA قدي ايه حجمه ده عشان هديكم فكرة حجمه قدي عدت فكرت ان رأس الدبوس حوالي 2 ملي على رأس الدبوس اقدر احط حيوانات كتير جدا فلو بصيت هنا اقول ان رأس ده 1 ملي هنا فرأس الدبوس تبقى 2 ملي يعني ضعف الملي ده وهنا ده لوجريتميك سكيل ها انا بقلل كل مرة على حجم المايكروميتر مايكرو ملي بيبقى البلانت سل 10 اضعاف اصغر منها حلاقي الانيمال سل 10 اضعاف اصغر منه حلاقي البكتيريا و100 ضعف اصغر منه حلاقي الفيروس وبعدين 100 ضعف بعد كده حلاقي السمول موليكيول اللي هو تقريبا زي دي انا فسحة السمول دي ار ولو وصلت ل point 1 الانجستروم ده الانجستروم اللي هو 10 النانوميتر ده حجم زرة الهيدروجين فانتو طبعا اغلابكم مهندسين فتقدروا تعرفوا يبقى السنتيمتر 1 على 100 من المتر المليمتر 1 على 1000 المايكرومتر 1 على مليون النانوميتر 1 على مليار والانجستروم 1 على 10 مليار فده الحجم بتاع الحاجة السيلز بقى البكتيريا ما فيهاش نواة بيبدي انه بتاعها سايب كده جوا بينما اليوكاريوتيك سيلز اللي هي كل انواع الخلايا اللي بنتكلم فيها بنسبة للانسان والحيوان جاية كلمة اليوكاريوتيك يعني فيها ريل نوكليس والبكتيريا دونت هابت وده بيبقى شكل النواة لو قطعت الخلية كده هلاقي فيه حاجات كتيرة جوه الخلية لما خلينا في النواة وجوه النواة في الدي اناي ادي البلانت سيل في نواة وجوها النوكليس اهو بقى احمر ده وجوه النيوكليس الحتة بتاعت الدي اناي وكذلك ادي الخلية الحيوانية جوه الخلية الحيوانية في نواة وجوه النواة في النيوكليوس اللي هو بتاع الدي اناي ادي شكل تاني سيبكم من الحاجات اللي برا دي ادي النواة ودي فيها زي خروم كده ومن جوها في الدي اناي جوها فاحنا اذا جينا على خلية هنبص فيها دلوقتي هكبر المربع ده كل مرة هكبر لكم المربع ده اذا كبرنا المربع ده هنوصل هنلاقي فيه خروم هنعدي من الخروم دي هنلاقي الدي اناي واذا قربنا على الدي اناي هيبان شكل اللولاب اللي كنا بنتكلم عنه ده هون اللي هو الدبل هيليكس واذا قربنا كده هنبان على تركيب الجزئيات اللي مربطה مع بعضها اللي هي الاي والتي والسي والجي اللي هي موجودة في كل حال لو انا فكت الDNA ده وفردته كده بيحصل ايه بيحصل زي ما قلنا انه زي اللادر هطلعه من هنا هطلعه من النواة هطلع الكوبايباد هيا بتاعته وفك الكوبايباد ده كلها ملفوفة كده هفكها وطلع منها هوصل لغاية ما هوصل الى الDNA وبعدين افك الحروف اللي بتركب مع بعضها طيب الخليقة دي الجزيء بتاعتها الDNA ده طوله قد ايه لو انا كنت اقدر اطلعه من جوه الخلية اللي هي يعني شفته قد واحد على مية من المليمتر يعني صغيرة قد ايه طلعته من النواة بتاعتها ومن الجزء الجواني بتاع النواة وفردته كده هيبقى طوله قد ايه هيبقى طوله تقريبا ست قدم او متر تمانين الشعرة بتاعته دي متر تمانين طيب انا في جسمي فيه مية الف مليار خليق لو جمعت كل الDNA اللي في جسمي ده وحطيته كده واحد جنب التاني يبقى طوله قد ايه يروح الامر ويرجع تمن تلاف مرة تخيلوا في جسم الانسان كم الDNA اللي موجود لو عرفت افرده بهذا الصورة يروح ويرجع من الامر تمن تلاف مرة وهذا الكم بيجدد نفسه بينقسم ويجدد نفسه بدون اخطاء تقريبا كل عشر ديه شايفين بقى الاعجاز ده ديه ف وبيطلع خلايا الدم بيطلع خلايا دم وخلايا العدل بيطلع خلايا عدل وخلايا الشعر بيطلع خلايا شعر وخلايا الجلد بيطلع خلايا جلد وهكذا فازاي بيحصل الكلام ده بيحصل بانهم زي السوستة كده بالضبط زي السوستة باخد الطرفين بتوع الDNA دولة ورح فكاكهم كده زي السوستة ولان الحروف ما تجمعش إلا مع بعضها النص الواحد من دولة لو ده A يبقى لازم حيجي أصاده T لو ده C لازم يجي أصاده G لو ده G لازم يجي أصاده C لو ده T لازم يجي أصاده A لا يمكنوا ركابه إلا بهذه الطريقة فبالتالي النصين بيرجعوا يجمعوا نصين تانين جداد بالزبط زي ما كان الأصل بدون أخطأه فطبعا كل جين كودز فور ديفرنت بروتينز وبروتينز هي اللي بتشغلنا وقلنا طب ما نعرف بقى حجم الجنوم البشري وقضية الجنوم البشري دي بدأنا بقى نعمل لها سيكونسينج وبدأنا طبعا نهتم بالإنسان وبالماوس وبالفروت فلاي اللي هي دراسافة للمون ريجاستر وأول واحد سيكونس أورجانزمي كانت دودة ده هيا اللي هو السي إليجانز وأيضا الزرعة الأربيدوبسيز كان أول حاجات تعملت المودرن جينوميكس بقى كانت بطيئة جدا لغاية ما جاء واحد اسمه كريج فينتر واشتغل ملاحظ مهاملتين سميف وقالوا طريقة الشغل دي طريقة متخلفة جدا فإحنا كنا بناخد إزاي الحكاية دي كنا بناخدها باليد واللوقتي لازم نتعامل بالكمبيوتر فكانوا بياخدوا الدياني ويقصروه يقطعوه يحطوه في حتة زي دي وبعدين يجمعوه يشوفه أوله أول ستراند من تهل وبعدين يمشوه على حاجة يسموه ألكتروفوريزيس يوم يطلع شكله كده وده بيتقري بقى ده يبقى مثلا ده ايه والسي والتي وبتاع كل البنز اللي همعنا بتتقري وزاي بنا ستشوفين العالم كده عمال يقراهم ويسجلهم فقالوا لا الكلام ما ينفعش لازم نعملها ديجيتايزيزيشن وكمبيوتريزيشن ولذلك الثورة الحديثة بتاعت البيولوجي ما كانش ممكن تقوم إلا مع وجود المودرن هاي سبيد كومبيوترز لما ناس قول ليه الاكتشافات دي مجاتش قبل كده لأنه الأدوات للتعامل مع 3 مليار حرف اللي هم موجودين في الدياني البشري مفيش إنسان يقدر يتعامل مع 3 مليار حرف 3000 مليون حرف ويسجلهم من غير أخطاء عايز الكمبيوتر فده كريغ بينتر وده مراته كلير فريزر عمله Center for Genomic Research وأول ناس عملوا decoding بالكمبيوتر high speed computers throughput installation robotics new algorithms وقالوا أن بالكمبيوتر هقدر أعمل حاجة ما أقدرش أعملها أنا هأسأس الDNA الطويل لك جدا هأأسأسه حتت وهعملوا نسخ كتير جدا وهمشيها كلها في parallel computers parallel processing وأرجع أجمع من ناحية تانية أعرف إيه لبناتك أدي الروبوتس يشتغل وأدي الكمبيوترات نفس الصورة بتاعة اللي كان بيتعامل بالورقة الإلكترو فوريزيس والعالم بيبص فيها بس النهاردة الكمبيوتر اللي بيقرها لوحده وبيسجلها لوحده وبالطريقة دي قدروا يمشي بسرعة جدا وفعلا كريغ بينتر توصل إلى ده المشروع فرانسيس كولنسك رئيس المشروع الانترناشنل بروجيكت وهو ده عمل المشروع الواحده والاثنين وصلوا إلى النتيجة فأيبا في نفس الوقت سنة 2000 طلعوا تسجل للهومن جينوم طيب القوة دي كبيرة جدا إزاي بقى ننقل من هذه القوة إلى الـ DNA كومبيوتين أول حاجة ملفتة لما كلمتكم عن الـ DNA إن لتواجد كل المعلومات اللازمة إن أنا أصف الشخص ده شكله طوله إيه ذكر أو أنثى شعره أبيض والله أصفر يعني زرقة ولا خضرة ولا بني ولا سودة منخير وشكلها مش عارف إيه بوقه شكله إيه حيبى عنده المرض معين ولا معندوش إلى آخر كل التوصيف ده كله موجود في خلية الـ DNA الجزئ الـ DNA اللي موجود جوه نواة الخلية هذا الكم من المعلومات يعادل تقريبا تقريبا مليون كتاب فالناس قالت من أحت الكمبيوتنج بقى نفهم نتعمل إزاي فعايزين أنتقل من الـ كلاسيك الكمبيوتنج للـ DNA كمبيوتنج وبدأ هذا التصور أول حاجة قال لك طبعا احنا يقدر نحطها نستعملها كميموري بدل الميموري بتاعت الكمبيوتر ما استعمل الخلايا بتاعت الـ DNA الجزئيات بتاعت الـ DNA اللي موجودة في الخلايا كميموري عشان نعمل ستوريج بتاعة ديتا وعملها ستوريج بأربع حروف مدل ما بعمل ستوريج بحرفين نومة 0 وفيه ناس بتاع البكتيري ردوبس الموليكيولز عايزين نعمللو حجمها قد الـ DNA اللي في خلايا واحدة يشيل كم معلومات أكبر من ألف مليار نيوزيك سيدي تخيلوا مستوى الكفاءة الإفشيينسي اللي موجودة في البييولوجي سيستم سيقف قدام كده ويقعد نتخيل الحاجة أنا مستوى أشوف الخلية من غير ميكروسكوب وداخل الخلية لازم ألاقي النواة بتاعتها وداخل النواة فيه جزئ صغير خالص وهذا الجزئ عبارة عن بتاعها معقدة جدا تتفرد تبقى متر تمانين كلها مكشوشة جوه بتاع المقدار شوف ميكروسكوب وهذه بتاعها الصغيرة خالص دي تقدر بتشيل كم معلومات يعادل ألف مليار ميوزيك سيدي طيب هذا من ناحية التخزين من ناحية استعمال بتاع الكمبيوتر هل بقى أعمل ألغوريزم مختلف يقدر يستعمل الحروف الأربعة دولة بدل ما بستعمل zero one وأعمل calculations بالDNA في تجارب فعلا حصلت وفي حاجات معينة بتطلع أسرع جدا من الكمبيوتر العادي فده كان اتعمل بالنسبة لتايلينج بروblem لقوا إن بالنسبة لconvention الكمبيوتر لحل التايلينج بروblem إنه بياخد 1.6 مليون ستيبس بالنسبة للDNA كمبيوتر بياخد 91 ستيب فالكفاءة بتاعتها في أنواع معينة بروblemس عالية جدا إنما السؤال هل إحنا نقدر إن إحنا نبني كمبيوتر من الDNA دي برضو عايز لكما دام الناس عملة تهجن وتعمل مش عارف إيه جينيتيك إنجينييرينج رادي فالحين يشتيجوا تساعدونا بقى نبني كمبيوتر من الDNA دي بقى دي اختراع جديد يعني يبقى لو قيم يؤسفني إن أقول بقى إن أكتر ناس ففعلا سنة 94 لينرد أدلمان في إسرائيل عمل أول سلوشن بالDNA بالتجربة حل بيها بحاجة ما سميها 7 point هاميكتونيين باث بروblem هاميكتونيين باث دي إنه يبقى عندك أي شكل فيه نقط معينة وإنك أنت تمر على كل النقط مرة واحدة يعني زي كده مثلا كل النقط دي موجودة في شكل خماسي جوا خماسي جوا خماسي فأنت تربطها كلها بباث واحد الباث ده this is known as a hamiltonian path وعشان تحل المشكلة دي عايزة رياضيات معينة عملت بروblem كتيرة معروحة من الخرن السادس عشر وما يلي فقدر يعملها بالDNA كأول تجربة اتعملت من النوع ده بيبين إنه ممكن إن واحد يعمل كمبيوتشن باستعمال A, T, C, G بدل ما يستعمل 0, 1 في الDNA كمبيوتين فبيشتغل ازاي كمبيوتر ده أساسا قالك طب أنا هاخد أجزاء من الDNA وهأسأسهم وحطهم في solution والسولوشن دي قادرة إنها تعمل تحل حاجات كتير قوي في نفس الوقت فزي برل الكمبيوتين بس هعمل بقى كأني وصلت مليارات الكمبيوتر كل واحد يعمل حزبة صغيرة وأقدر أوصل أجرب تجارب كتيرة جدا وأشوف اليصلح منها وأعرف أخذ اليصلح من النتائج النهائية إني أصفي واشيل نتائج الوحشة واللي يفضلي بس النتائج الكويس فأكني عامل مصفة يعني الأول كده جبت سوب أسقصت فيها الDNA وحطتهم وبعدين بعمل إنزيمات معينة بتربطهم بأشكال معينة وبعدين بأخذ مصفة واشيل منها الحاجات النتيجة بتاعتها تناسبني واسيب الحاجات النتيجة بتاعتها ما تناسبنيش وبما إن الDNA صغير جدا وسريع جدا نقدر أعمل مليارات من التجارب في نفس اللحظة في السوب اللي أنا بعملها دهيا واشيل منها بالمصفة فعلا في هذه التجربة سنة 2002 و2003 قالوا إن عمل الكمبيوتر ممكن يعمل 330 ألف مليار أوperation per second يعني 100 ألف مرة أسرع من أسرع الكمبيوتر بسنواش بسرعة الكمبيوتر بمعنى سيكوينش ستيبس هو أساسا بيقسم الDNA في حتك ويحطهم في سوب ويخلي كل واحد يجرب حاجة بالمليارات وبعدين يشوف نوصل إلى إليه إزاي الحكاية دي تتعامل قالك إن الكمبيوتر مع الإنبوت وأيضا الفيول بتاعه إنه بيأخذ من الشمس مش محتاج حاجة فأدي شكل الDNA كمبيوتر شكله مية كده حت شائط مية سوب السوب دي there is no mechanical device a trillion biomolecular devices could fit into a single drop of water trillion يعني ألف مليار يعني مليون مليون biomolecular device في نقطة مية في إهود شابيرو عمل الكمبيوتر سوب ده ين حسب إن في المعلاقة اللي قدامكو دي 15 ألف كريليون كمبيوتر والإنرژي إفشينسي بتاعته دي مهمة في استعمال ما يعادل استعمال الكهرام الإنرژي إفشينسي بتاعته is more than a million times higher than the PC لن واو أنا أتخيل الحكاية دي عايزة لحظة كده نقعد نفكر 15 ألف تريليون كمبيوتر طبعا إحنا بنقول إن الكرة الأرضية فيها كان حوالي يمكن 2 مليار كمبيوتر دلات يمكن 3 مليار كمبيوتر بكتير فده 15 مليون 15 مليون مليار حاجة في معلقة واحدة عشان كده الناس قالت يعني لو في لمس للكلاسيك الكمبيوتين لو ضرحلت على الدياني كمبيوتين بفتح مجالات مختلفة تماما والسكيل بتاحها مختلف كمبيوتلي عن الكلاسيك الكمبيوتين فنوح هنكسر الباوندري ونقدر نكسرها بالحاجات دي الريزلتس بتطلع إزاي instead of showing up on a الكمبيوتر سكرين الريزلتس تطلع من ناخد الجزء اللي تصفى من العملية دي بنعمل تكنيكس بنقدر نشوف طول وشكل الموليكيول بتاعت الDNA المقطعة اللي طلعتلي وبقدر أوصل منها لنتيجة معينة فمن الملاحظات إن الديسكتوب بي سي بمعمول عشان يحسب one calculation very fast يعني الكالكليشن سريعة جدا الDNA سترانز بيعملوا billions of potential answers simultaneously وبعدين بناختار منهم دول وسيلتين يعني اللوجيك بتاحهم مختلف خالص واحدة أنت بتحاول تسرع الخطوات اللي بتتعامل في الخطوة الحزبة الوحدة إنما الحزبة ماشية linearly التانية it is really massive parallelism parallelism على مستوى ضخم جدا 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 ولذلك البعد بيقول لك إن الDNA كمبيوتر بيبقى particularly suitable للحاجات اللي بيسموها fuzzy logic اللي بعضها بنجدها في الكاميرات وغيرها مسأل تعمل stabilization للصورة والحاجات دي إنه الproblem اللي عايزة many possible solutions مش single yes or no solution وده بيؤدي البعد إنهم يقولوا في المستقبل ممكن نفكر في hybrid computers where regular machines بتستعمل particular kinds of calculations والDNA يستعمل في different kinds of calculations في الويسمان institute عملوا computer that has really been programmed وده عمل سنة 2004 و low input and output SI والSO ولكن له في limits في الحاجات دي كلها أهم limit إن يعني وإن كان طبعا الDNA computers لو تزبطت ستبقى أصغر وأسرع من أي حاجة من أنتخيلها إنما it does not provide new capability من حيث computational complexity theory يعني إيه كلام ده يعني أساسا الcapability وطريقة الحساب is the same واحدة بعمل algorithm sequential بقسمه إلى حاجات parallel وارجع ضمهم تاني في classical computing التانية بقول إن أنا هعمل massive parallelism وبعدين حاجة في الآخر وأصفي المئات المليارات من solutions وأخذ منهم الألاف اللي تناسبني ومن الألاف دي قدر أبص على الحلول المناسبة لها إنما من حيث computational theory لو problem is not susceptible للstructure دي مش حدر أزود له حاجة أو لغاية دلوقتي على الأقل ما قدرتش قدر أزود له حاجة ثانيا إن في أنواع معينة من problems اللي هي مع complexity كل ما بيزيد complexity بتاعتها كل ما الصعوبة بتاعتها بيزيد exponentially هذا النوع من البروبلمز أيضا بيحتاج لنفس النسبة وتناسب في العدد الـ DNA هو بس طبعا نقوله DNA صغير أوي إنما الكم اللي هحتاجله still exponentially grows problem grows الكم grows with it ف بقدر عمل new structures new molecules بس رسالة حالين مداش عمل كتير فيها nanotechnology والكمبيوتين قريب بس مهوش متعدل تماما ف what will the future hold الحقيقة علي احنا شايفين الـ DNA عنده promises في المسل parallelism والفازي ولكن في الـ exponential space problems الamount of DNA required is really would be still too large to be practical يعني بمعنى اخر انه زي ما قدر اقول قدر عمل factorization problem لرقب حوله الى two primes مضربين في بعد لو رقم وصل كبير جدا ما هو الكمبيوتر العادي يقدر يحله بس يحتاج مثلا الـ 15,000 سنة يعني مش حاضر اشغل مكنة 15,000 سنة عشان ده توصل للحل theoretically ممكن لو قعد يعمل هيوصل للحل بس for all intents and purposes بتصبح انها not solvable نفس الحقيقة بتحصل معا DNA ايه بقى اللي طلعنا من كده القوانتوم كمبيوتنج اللي له امكانيات رهيبة جدا وده موضوع تاني خالص فانا هقف هنا بقى ونقول كيف DNA وقبل ان نلقع على قوانتوم كمبيوتنج نشوف لو في حد عنده اي اسئلة على موضوع الـ DNA كمبيوتنج لان احنا وصلنا كده لمكان ما احنا حاليا في العلم الحديث بالنسبة لـ DNA كمبيوتنج موضوع موضوع افشنسي عالية جدا وبعدين بطلع منها حلول بس حلول محددة ومحدودة ممكان بتعليطها محدودة السكون عالمة الرضا يعني كلكم موافقين ولا ايه موافقين فضاء بس اخرى فيو بروبلم كتيرة فيو محمد ابو جبال كنتي هادس محمد فيو بروبلم كتيرة عندنا حضرتك الـ الـ مش موضوع معيب الـ المسي يعني مش كل حاجة مش كل الـ يعني يعني i have it boils down to يعني يعني still DNA will not solve الـ بروبلم الكتيرة اللي عندنا اللي هي still لا أعتقد أن هناك أي مشكلة يمكنك تسلل على كلاسيكال كمبيوتين الآن وليس تظهر أخيراً على ديني لا يبني الكمبيوتر لسه صفيشيتيكيتد نحن عندنا الآن الموليكيول بالديني اللي جوه خالية الإنسان متبرمج إلهية رائعة يعني أنه بيعرف بالضبط يقف إمتى ويجدد نفسه إمتى وبتاعه ولما طبعاً بيخرب بيحصل تيومر بيحصل كانسر أن الخالية تقعد تتكاثر وليس مفهوض تتكاثر إنما الغالبية العظمى من التكاثرات بتفضل ودين بروغرامز بتاعته وخالية الدم بتفضل خالية الدم وخالية الشعر بتطلع خالية شعر معين خالية الشعر فيها كل الإمكانيات أنها تطلع جميع الخلايا إحنا طبعاً لسه ما وصلناش إلى إنه نعرف نفك البرمجة دي بتتعمل إزاي يعني لسه في بداية المشوار بتاع الديني فقالت مثلي ما فيش حاجة حتى تعملها على الدييني كمبيوتر زائد إن البييولوجيكال بروسيسيز ار سو ماتش مور إفشيينت عن الميكانيكال بروسيسيز يعني نعم وزهلة يعني الأرقام اللي قلتلكوا عليه خمسة أسر ألف تريليون سي دي في النموري ومش عارف كب يعني حاجات لترالي مش أقول مئة مرة ألف مرة مليون لا ده أرقام خيالية من هذه الكفاءة فالتوقع المستقبلي إنه ما فيش بروبنز تحلها ولكن في نوعية بروبنز ما بتقدرش تحلها في السيكوينشل ومش حتقدر تحلها في الدييني لأن كل ما بتزيد الكمبيوتر بتاعتها بيزيد احتياج الكمبيوتينج باور إكسبونيشلي فأوتوماتيك اللي حتقول إنه حتوصل إلى مرحلة حتحتاج لدييني يزيد عن قدرات الحساب بتاعته اللي هو المسأل اللي ضربته إنه أنت ممكن تحل بكمبيوتر عادي خمسلاشة ألف سنة طيب بس هذا مش حل بقى ثيوريتك لقيت دول بس مقدرش عمله وهكذا بنفس المعنى بس مقدرش البرمجة الالهية لا البرمجة الالهية بنقدر نعرفها يعني ما عرفنا الغد دلوقتي السيكوينز وعرفنا الدور بتاع الاريني وعرفنا الجين جين انتراكشن ودخلنا دلوقتي بنعرف في الفيرولوجي الامباكس بتاعتها والتجديد بتاعتها بتتميزي It's a matter of knowing يعني more Every day ده فيلد بيتطور بسرعة في البر يعني الكلام نقوله النهاردة لو بعد سنة جاية عمل محاضرة زي دي هتلاقي ان فيه تطورات كتيرة جدا حصلت كل سنة من التطورات الحديثة جدا ان كريج بنتر ده اخد براءة اختراع على Synthetic Life Form Synthetic عملها في المعمل عمل خلاية دي ان هي كاملة في المعمل بتجدد نفسها جوه الخلاية وجورج شيرش في هاربرد بيشتغل على بناء Synthetic Cell كاملة بالسايتو بلازم بتاعتها بالنوكليس بالديني بتاعتها على نهاية 2009 مختلسة معاه في يناير وبتكلمه قال لي I'm on schedule هخلص على نهاية 2009 هعمل Synthetic Cell بتاعتها بالبرمجة بالحاجات دي كلها ففيه شغلة بتعمل في الحاجات دي As we're speaking right now فضاء التكلفة بتاعتها dna or writing على dna strand مناحة money with time لا طبعا حاليا دا لسا تتكلم على الحاجات في الابوراتريز بس التشبيه بتاعتها انك انت تتفكر في الكوست بتاع الانياك والإدفاك أو الكمبيوترات كانت موجودة كانت بتكلف قدية عشان تعمل single operation as opposed to the contemporary pieces فدي احنا نتسه في بداية المشوار ما فيش اي تطبيق commercial دا كله معامل يعني شغل معامل اسا لا حاليا ما قدرش عملها انما I know I could يعني في إثباتات that I could بس احنا لسه في theoretical analysis والproof of concept يعني احنا لسه الوقت ما حدش بنى كمبيوتر متكامل الادل من الكمبيوتر اللي تبنى والاخد شابيرو الكمبيوتر اللي تبنى سنة 2004 2003 2004 يعني تبنى انه يقدر يعمل input وoutput بس دي عملية بسيطة جدا يعني very simple operation زي ما هنشوف في الكمبيوتر كذلك عملوا single particle operation one operation on two qubits يعني كبداية انما يعني ما هو بداية المشوار كده برضو دايما بتبقى حاجات لسه صعبة انما شايفين قدامنا possibilities كبيرة جدا cost بتاع حينزل جدا لان efficiency بتاعتها عالية قوي 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 يعني يوما هنلاقي المفاتيح بتاعتها هتقدر تعمل operations أسرع جدا وأرخص جدا أرخص جدا يعني the most efficient of these the DNA would be a million times more efficient that's the estimate right now إنما عشان توصل إلى البرمجة وبتاعدي لسه قدامنا مشوار يعني تبدأ لون سمحة ديين الكمبيوتر المفوض إنه بدخله مشاكل أو إنه نحصل منه على أجواب لحلول أو مشاكل أنا عايز أفهم بس إزاي أقدر أدخل مشكلة أو أدخل برمجه أو يعني أبسط مثال برمجة أنا أدخل إشارة إشارة كهربية بس إشارة الكهربية والإلكترون دي في مستوى الإلكترون يعني حتى أكبر من الـ DNA أكبر من الإلكترون أزمن ديين بس مش دي قادلة لا ما بدخله هاش كده بدخلها بدخل المدخلات بتاعتها كبرمج أساسا على سيلكشن of سترانز في السيكنس يعني أنا بخلي لما بختار السيكنس معين السيكنس معين ده بيتفاعل مع المكونات وبيجمع بطريقة معينة لأن زي ما قلنا في قواعد معينة زي ما فيه في البوليون ألجبرا قواعد معينة لل 0 1 ترانزيشن فيه كذلك في الـ DNA قواعد معينة بس مبنية على أساس أن A بيجي مع T وC بيجي مع G وطول الترقيمة الحروف اللي وراها بتتفاعل مع بعضها فالدليل أنك أنت ممكن تبني ألجوريزم بالشكل ده وتطلع بنتيجة جايم أنهم طرحوا مسائل معينة زي وزي الـ هاميتلونيان باث إذا انت شفتوهم المسألتين دولة نبين بس أنه ممكن أن الواحد يقدر يصل إلى نوع من البرمجة طبعا لسه بريميتيف أوي بريميتيف بريبيجيني و لابوراتري ورده يعني موضوع كيميائي أكثر دلوقتي شف الموضوع الدياني ده مالوش علاقة بالمرة بالكمبيوتر العادي اللي انت متعود عليه ولا بطريقة البرمجة اللي انت متعود عليها ولا بالتفكير الرياضي اللي انت متعود عليه ده عشان كده أنا عرسمت لكم الخط بيوصل كده وبعدين بينقسم كده وكده الاتنين دولة مختلفين تماما عن اللي موجود قبل كده واللي جاي بعد كده يعني ما هيش نوع الرياضيات ما هيش أي حاجة ما فيهش متشابه ما بين الحاجات انت بتتكلم على مكنة الهاردوير بتاعها is a series of DNA molecules والصوفتور بتاعها enzymatic structures يعني العلاقة بتاعتها بايو كيميكل تماما ملهاش علاقة ولا بالهندسة ولا بالفيزيكس بالمفهوم العادي بتاعها حتى مش هيباليها تطبيقها أساسا تلك حرارة تخيل النقطة ما هيبقى فيها مسلا كم أدئي من كمبيوتر دي ني هيباليها تطبيقات ازاي ببقى كمبيوتر كامل مثلا ألف أو 15 ألف كمبيوتر دي ني في نقطة مية طيب أو حاجة شبه نقطة المية يعني لا أنا بقول إنه لقت نقطة المية ده هي لأن الدي انا قد كده صغير إن الملتيبل سترانز اللي كل واحدة هتحل مشكلة واحدة أقدر أحط منهم 15 ألف تريليون واحدة ده مش كمبيوترات جاهزة للتطبيق في السوق إحنا منتكلم على إلى أين سيازها بعلم الكمبيوتر بعد 20 سنة 20 سنة من دلوقتي هنكون وصلنا للليميت بتاعة الكمبيوتر وحيكون تطور الكمبيوتر والديني ويمكن حاجة ثالثة معرفعش إنه مع الأقل إلى حاليا هم دول الاتجاهين اللي واضحين إنه في ناس بتشتغل وعلى فكرة بيشتغل برهم 20 سنة يعني مش حاجة حديثة فبس طبعا عشان يفتدي يصل إلى أول تطبيقات شفتها في بداية العقب اللي إحنا فيه ده دي لسه تطبيقات بدائية جدا بس التطبيقات التطبيقات تعمل عليها من 20 سنة فلسه في بداية مشروع شكرا الله يخلي أيها تطال هوا يمكن سؤالي مش علمي شوية أنا بس أنا بدأس هدنسة كمبيوتر في جمعة أمريكية في القاهرة فالكلام ده تقريبا تاني ورس مع عنه وحداتك بتدينا يعني هيدلاينز الأساسية في الكلام وإيه اللي وصلنا فيه بس لو حد هنا في بيولوجي في حاجة اللي علاقة بالكمبيوتر إزاي ممكن أولا ناخد عن الكلام وإزاي ممكن الحد فينا كمان سأنا يكون شارك سامها يعني في شغل لعلاقة بالكلام ده ونكونش بس بنسمع يعني سامها وكنتروبيوتين يعني بسي الله أنت وشترتي في الكنتريبيوشن دي دوري على جرانس وعملي ده تعملي الكنتريبيوشن بس دي أولا بتعوز عمل فريق كبير من الناس مع بعض لأنه بالذات الديناي يشتغل فيه بايوكيميست وبيولوجيست وكمبيوتر ساينتس ومجموعة كبيرة من التخصصات يجب أن يشتغلوا مع بعض عشان الحاجات الموجودة في ساينس وفي غير من المجلات هتلاقوا البابليكيشن الموجودة بس ده ما أقدركم نحن لسه في بداية المشوار وبالتالي الريسارش كله في بعض المؤسسات و الويسمان انسيتيوت في إسرائيل كبير في الحتة بتها الدياني ما بيشتغلوش أو ملهمش ذكر في الكونتوم كومبيوتين كومبيوتين إنجلترا وامريكا هي المراكز اللي بتقود في الكونتوم كومبيوتين فده يعني أشكال مختلفة فبقى إزاي تشتغلي معهم والله أبسط طريق الدوارة على سبيل شغل في الحاجات دي وتبعت لهم وإذا هم رديو نوم يشغلوه معهم أهلا وسهلا إذا ما رديوش أنت تشوفي شغلوهم بعدين تعمل بس يعني في النهاية هي كده ملاش حل تالت يعني غير دي الموضوعات دي لسه في البحث تحت البحث أوكي آخر سؤال عشان نكمل فده عشان نكمل بخش على كومبيوتين طب إحنا حضرتك متعودين في الكمبيوتر العادي بتظهر يمن بيظهر حل المشكلة على السكرين على على بيبر على كده طب حضرتك قلت فيه فيه تجربة نجح فعلا في إسرائيل وطلعوا نتائج طب ظهرت على إيه ظهرت على دي اناي سترانز معينة بتدي سيكنس المطلوب ف بيشوف إزاي وصل إلى سيكنس المكتوب ده عن طريقة مؤينة عشان يقولك هو بيعمل زي على مليارات التجارب في نفس الوقت وبعدين تخيل إن في السوب ده عندك مليارات التجارب بتتعمل وبعدين عندك زي مصفة الخروم بتاعتها معمولة عشان تطلع بس الحاجات اللي فيها الحل اللي انت عايزه تطلع الحاجات ده بالمصفة ده كيميائية طبعا ما هيش مصفة حقية مش مش فيزيكل مصفة كيميائية التفاعل ده بتروح متطلع منه المناسبة وتقرى ده هيا بيطلع هو الحل اللي انت عايزه بس ال 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 يعني كل العملية دي كلها ماشية بيولوجي و كيميستري اللي انت متعود عنه ده فيزيكس و انجينييرينج او بالاصح نيوتونيان فيزيكس and انجينييرينج هنخش اللقتي في القونتون فيزيكس هيعمل حاجات تانية او كي في اي حد تاني عن السؤال هام بما ننتقل هلا انت في حاجة اناك او انت بس بتوقف كده اه هنا طيب اخر السؤال بقى اناك وعشان ننقل حضرتك هو بس استفسار بسيط دلوقتي انا انا اعملت عملية معينة على دي ان اي كمبيوتر وطلعت بول كبير جدا من النتائج على سترانز تفا دي ان اي مزغوط طب انا في الاخر عشان اقرأ النتائج دي وعمل لها اناليس وعمل لها فلترينج وطلع منها لان انا عايزه من هستخدم الكلاسيكال كمبيوتر لانه هو لا لا بتعمل بتعمل بتختار من المليارات اللي قدامك الحاجات اللي هي مناسبة لك يعني الحاجات دي على فكرة لها كتير في الجينتك من دور على جين معين من دور على حاجة معينة من انتعي سيكونس معينة من الدي انا بعرف اطلعها وبدخلها جوه اجرب بكتيريا مدخلها جوه نبات تاني وبدخلها جوه الدي انا بعرف اشتغل بها يعني ففي وسائل بس وسائل بايو كيميائية طبعا انا بستعمل بعض الكمبيوتر التقليدية زي ما تدار تقول ما انا بستعمل وراء وفقلم عشان اكتب المسألة بتاعتي او طيب رائتل عشان اكتب البروغرام بتاعي طيب معلش ده اللي بيشتغل في الاخر هو السي بيو بتاعك واللي هو بيعمل البروزيسينج والميموري بانكس بتاعتك اللي بيتحوش الديتا هنا الميموري بانكس are cells او دي انا موليكيولز والالتفاعلات الموجودة مبينهم هي تفاعلات بايو كيميكال مبين pieces of dna وكل piece of dna بقى فيها حروف مختلفة كتير جدا وطريقة تركبهم مع بعض لانهم ميركبوش غير بطريقة واحدة عشان الكلام اللي شرحت لكم زي حكاة الانزيبي من التجميع ده فبالتالي اقدر اعمل البروز البروز ده هيا هتركب مع الحل اللي انا عايزه وده اللي هو زي المصفر فالبروز ده بتبقى تاجد بأي حاجتان يقدر علمها من العملية بعد كده وتطلح يعني لو وريد صور مثلا في البايو تشيب اناليس اللي بيكامل هتشوف الصور بين قدامك كده الحيطة معينة منها منورة وحيطة مضلمة وحيطة منورة الحيطة المنورة ده لانا عايز اتطلح على طول ففي وسائل بس it's biochemical ways of doing يعني حتى لو حاخد اوتوت مثلا من ستيج معينة وحدخله على ستيج تانية ممكن لو فيه ستيب في النص هستخدم فيها كلاسيكا الكمبيوتينج بطريقة ما ممكن تقديل البطل نيك بتاعتي وتبوز البروز بتاع استخدام الديمي الكمبيوتينج ما ما وصلناش الى هذا لسه وبالعكس التصور زي ما قلتلكم انه مستقبلا في حاجات الكمبيوتينج انسب لحلها هي مشاكل ابسط انما انسب لحلها وفي حاجات الديمي هتبقى انسب لحلها عشان كده وقيتك الصورة بيقولك ان ال future may be combined systems يعني تستعمل الديمي في حاجات معينة وتستعمل الكمبيوتينج في حاجات تانية رح نوصل لليه الله اعلم بس ده احنا وصلنا الى الغد دلوقتي ننقل بقى على الكونتوم فتذكرة انا اعرف ان كلكم عارفين physics وعارفين quantum theories بس مرضو نفكركم بالمشوار الزهني اللي تم في الحكاية دي نبدأ بالزرة ديموكريتس حتى من ايام بداية مكتب السكينبريا القديمة كان من او الناس قالوا ان المادة مكونة من اتومز او من ذرات وهي اصغر حجم المادة واستمرت هذه النظرة لغاية جون دالتون ايضا عمل نظرية دالتون يالتون اللي هي اساسا ان الزرة هي حاجة اصغر حاجة من المادة لغاية 1995 كان فيه ناس تقول لها ما فيش حاجة اسمها الزرات 1995 Albert Einstein عنده دكتوراه لسه وكانش بيشتغل في جامعة كان بيشتغل في مكتب البراءات في بيرن Albert Einstein تقوم خمسة بيبرز واحدة منهم اثبتت ان اتومز دو اكزيست دي كانت من حاجات كبيرة او نهاردة احنا مش بس بنقول اتومز دو اكزيست قدي صورة لهم الصورة دي مشهورة او تعملت في IBM المدن ريسيرف سنتر في كاليفورنيا عاملين 48 ايرن اتومز محطوطين على كوبر بيس هنا تحت 48 اتومز نترصصين كده نشلوهم كل واحدة منهم تنالي مايكروسكوب عشان نفهم الاتوم ده قدينا تخيل الحجم لو انا خدت كورة وكبرتها بحكم الكورة أرضية كلها تبقى الزرة تبقى ايه هم قد الأسبرين لو الكورة الهندل بتاعة تكبرت لحجم الكورة الأرضية تبقى الزرة هتوصل يدوب قد الأسبرين تاني حاجة غريبة جدا عن الزرة هي ان الزرة فضية فراغ عشان اديكم فكرة قد ايه فراغ دي حاجة مذهلة صحيح قد ايه الفراغ اللي موجود في الزرة تخيلوا استاد استاد لو جيت الاستاديوم ده هقول الالكترون حجم راس الدبوس والنو نو كيس بتاع الزرة حجم الأسبرين هيبقى الالكترون بيلف على حافة الاستاد والأسبرين موجودة فوسط الاستاد وده الزراغات دي مهمة ليه لانه ايه اللي بيربوطها ببعضها وعين اللي بيخليها مع بعضها طبعا طرحت القضية المشهورة طب هل الزرة قابلة للتقسيم ولا لا وايضا 1905 ألبرت أينشتاين كتب المعادلة الشهيرة بتاعته E equals M T سكوار اللي هي يمكن اجمل معادلة في التاريخ البساطة بتاعتها مذهلة ولكن الجرأة بتاعتها غير معقولة البساطة بتقول ان المادة الصندة اللي قدامي دهين والكهرباء والبر حاجة واحدة وانا نقدر احول من المادة الى الطاقة الانيرجي تماتر بما يعادل مربع سرعة الضوء في الفاكيوم اللي هو 300 ألف كيلومتر في السنة أو 300 مليون متر في السنة 300 مليون في 300 مليون فالناس طبعا قالت الله يبقى أنا بجرام أو 2 جرام مادة في هذا الكم من الطاقة The answer is yes قم باللزره قم باللزره بتبين ان لما نكسر الضره ونطلع الطاقة اللي جواها بيطلع هذا الكم من الطاقة اللي موجود جواها ده كان 16 يوليو 45 في ألمام جوردو في أمريكا أول تجربة لتفجير القم باللزرره وطبعا بعد كده شفنا القناة باللزرره كتير في حدات تانية طبعا عشان ندرس المكونات الساب آتوميك بنستعمل حاجة اسمه ساكلوترون ودي صورة طريفة جدا إن ساكلوترون ده أول ساكلوترون عمل علمي عشان نكون نسا بنتكلم احنا فين في دي اناي كومبيوتر متاعنا فور انشز بالتو ماجنيتز سنة 1931 وده بعد كده الساكلوترون تاع فرمي لاب بقى أربعة مايل داامتر من عشرة صمتي إلى ستة كيلو أو يزيد في داامتر اللي بتبني والآن اللي بتبني في السويسرا اللي هو اللارج هادرون كولايدر أكبر كمان مئات الكمبيوترات بتتابع اللي بيحدث جوه الساكلوترون اللي بيحصل فيها ان احنا بناخد ساب اتوميك بارتاكلز بروتونز خليها تلف مع بعضها وتخبط في بعضها لحظة ما تخبط في بعضها بتنفجر إلى جزائقات كثيرة جدا بس الجزائقات دي بتعيش واحد على مليار من الثانية فبناخد لها صور زي دي دي بابل شيمبر بيكتشورز موجود تطلع من بتاع بنحل لبقى كل واحدة من دولة اللي مشت كده دي تبقى ايه اللي لفت كده دي تبقى ايه اللي عملت اللولة بدأت تبقى ايه اللي راحت كده تبقى ايه وهكذا ده الاشكال اللي بتطلع من السيستم ده طب اذا اذا كان الاتوم عندنا من ناحية الكترون بيلف من هنا من بره حوالين الاستاد ونواة الاسبرينا في النص والنواة دي فيها نيوترون وبروتون ايه اللي بيمسكهم في بعض فوجدوا ان النيوترون وبروتون مش بس نعم في حاجة بتمسكهم مع بعض مسميها strong force انما لهم مكونات ايضا داخلية سميناها الكوركس وفي دلوقتي وحارج على الحكاية دي الكوركس دي عبارة عن ايه بيقولك عبارة عن strings صغيرة strings بتتزبذب strings من string theory بتتزبذب من energy labels وبتطلع انواع مختلفة من الكوركس الدئيل بتاع دي يعني البروتون اللي هو جزء من الجزء من الجزء اللي جوه النواة بتاعت الزر اللي هي نفسها اسفرينا في وسط الاستاد والاستاد ده كله عبارة عن واحد على عشرة تلاف مليار من الملي دي 100 بليون بليون تايمز سمول من البروتون نتكلم على حاجات ارقام يعني خرافية نوصل لحاجات دي بقى الفيزيكس التقليلية بتاعتنا كلها بتقف في كونتوم فيزيكس هي اللي بتشتعل طب ايه اللي بيخلي الحاجات تمسك في بعضها ايه اللي بيخليها مادة صلبة اللي بيخليها ما تنفجرش يعني ليه المكتب دا ما بينفجرش زي كونبلاس دا ريه ايه اللي بيخلي الحاجات تمسك في بعضها بلالي سموه the forces of nature وفيه اربع قوة عارفناها قوة الجاذبية طبعا الطفاح اللي وقعت على راس نيوتن زينا بيقولو الالكتروماجنتيك فورس اللي هي الكهرباء والماجنتيزم كلنا عارفين المغناطيس وكنا عارفين الكهرباء وفيه حاجة اسمها الويك نوكلير فورس اللي هي لما بنقول الحاجات مشعة الاشعة دا اللي بيطلع منها دا بيطلع نتيجة الحاجة اللي بتحبس بتخلي البروتونات اللي هي لها مع بعضها ما بتنفرش من بعضها بتحمسكها بعضها كده تنوا دي بيسموها سترونج نوكلير فورس عربعة فورس دي الناس قعد اشتغلت عليها عايزة تفهمها مش قادرة تفهمها لو وجدنا ان السترونج فورس التأثير بتاعها قوي جدا بس محدود جدا بتشتغل على فمتوميتر عشان نستعمل التعريف تعطوزو واحد ماينس ففتينت ماينس ففتينت الويك نوكلير از اونلي واحد على ميت مليون من السترونج فورس يعني دي اضعف من دي ميت مليون مرة وبتشتغل فرينج مش بقى هنا عشرة المينس ففتين هنا عشرة المينس سبعة اشتر الالكتروماجناتك واحد على الف من السترونج فورس ويتوكس اتول رينجز وجرافيتاشن اضعف حاجة عشرة تد مينس فورتي فاق لاحن تشتخيل حتى عدد الاصفار اللي موجودة وراه خمسة وربعين صفر يعني من وبتشتغل بس على كل الابعاد الجاذبية بتشتغل من هنا للناحية التانية من الكون من الجالاكسي لجالاكسي تانية للجرم للشمس للأرض لكل حاجة بتشتغل مستمرة بس ضعيفة جدا والدليل انها ضعيفة جدا ان انا ممكن ان انا برفع الساعة دي كده انا لما برفع الساعة دي كده عكس جاذبية الارض كلها يعني نشوف حازت من الارض دي قدي والارض كلها بتشد الساعة التحت وانا برفعها بكل بساطة عشان كده بنقول قوة الجاذبية ما هيش بهذه القوة زي من ناس فهم لأ هي قوة ضعيفة جدا مسافة على مسافات واسعة فدي الاربع فورس وبنقول انهم تكونوا في هذه العمليات وفي هذه الحرارات بس سيب اتنينهم انهم تجزاؤوا مع بعض فالعايزين نوصلوا لزي نظر نجمحهم في نظرية واحدة ازاي نعمل اليونيفيكيشن اليوم فالحقيقة جرافيتاشن is between particles with mass elektromagnetic between particles فيها charge او magnetism strong nuclear force هي المسك الـ quark مع بعض اللي بتخلئ البروتونز والويك nuclear force بتشتغل ما بين الشرع الإلكترونات فلقينا التجميع بتاعهم وجدنا لهم ان لازم فيه carriers في حاجة بتنقل القوة ده فسموها gravitون و w particles وفوتون مجلوون ومش مهم الاسماء دي كلها انها المهم في الاخر ان الالكترونات والنيوترينوز وميوز بيأثر عليها القوات دهين والكوركس اللي هي داخل البروتون بيأثر عليها القوة ده ده قدنا هذا المفهوم ان فيه كوركس فيه 3 انواع من المادة فيه كوركس والابتونز ناوات ودي سميناها الفورس كارييرز الفورس كارييرز دي اللي موجودة لها اشكال معينة مش هندخل فيها كتير انما الجرابيتون والفوتون ده رح يرجعونا كتير اوي الفوتون الفوتون ده هنشتغل بكتير في القوانتم كومبيوتين الفوتون ده عبارة عن الجزئية دهين اللي هو بيربط ما بين الابتشارجد كوركس نرجع هناك بقى للتانيين اللي هم الكارييرز of the short range forces عندهم باري ماسي فورس كارييرز اللي هم دول التركيبة دي كلها جاية من حاجة سميناها القوانتم ميكانيكس ايه قصة القوانتم ميكانيكس دي؟ جاءت ان بداية القرن الماضي واحد اسمه ماكس بلانك دروري اسمعته عنه ماكس بلانك كان فيه مشاكل محدش عارف حلها قال ان يمكن يمكن ان الطاقة والمادة والحاجات دي تليها حدود ما بتمشيش منتهي بتيجي في كوبش كده سماها كوانتا كوانتم يعني ما تقدرش اعود اصغر 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 احصل الحاجة في الاخر ما تصغرش عن كده حسميها الكوانتم كوانتوم ده الدي ايه بصغير خالص بلانك انرجي ده حجمه بلانك ماس ادي كيلو جرام واحد على مئة مليون من المليون يبه اتنين على مئة مليون من الكيلو جرام والبلانك تايم من الثانية عشرة الى مائنس اربعة واربعين طبعا ده مهمة بالحسابات ودي خلت اينشتاين لما يبص في الحكاية ده سنة 1905 ايضا كتب بيبر سماها الفوتواليكتريك فوتواليكتريك افكت ليه لما باجي اشاع على معدن بيطلع الكترون ما كانش مفهوم الحكاية ده لو زبزبات معينة ما كانش مفهوم الحكاية ده فهو شرحها بيتصور قال ان فعلا ان الضوء وغيره الالكتروميجنيتك سبكترم اللي كان بيكلموا عنه اينشتاين عمل الحكاية دايا وعلى فكرة هي اللي اخذ عليها النوبل برايز بتاعه مش نظرية النسبية على عكس من الصور ان هو نظرية النسبية مشهورة قوي اينشتاين بالنسبية انما النوبل برايز بتاعه اخده على الفوتواليكتريك افكت كذلك اثناء بقى من فكرة ان الاطم ما بي اصغر حاجة ما بتملهاش مكونة لمادة من ايام ديموكريتس الى دالتوم واينشتاين 1905 اثبت وجود الاطم في بيبر بتاعة البرونيان موشن تبين بعد كده بقى برضو ان المكونات الداخلية بتاعة الاطم ما تنسوش 1905 كان لسه الناس بتشك في وجود الاطم خالص لغاية ما اينشتاين اثبتها في البرونيان موشن بيبر ففي واحد اسمه رادر فورد عمل التجربة ده هنا في كيمبريج اهم حاجة في التجربة دي انه كان بيدرب بيمز بالفا بارتيكلز ووجد انهم بيصدوا في جولد فويل فقال اذا لازم الاطم ده له مكونات واكتشف من فكرة دي ان الاطم زي ما احنا شفنا في الاول الاستاد والاسبرينا في النص اغلبه فراغ فالالفا بارتيكلز بتعدي من حاجات كتيرة انما كل شوية بتخبط في حاجة وترجع او بتخبط في نيوكلز وترجع قال لي با اذا لازم في نيوكلز فده كان بداية التصور ان الزرة فيها فراغ وفيها نيوكلز ورادرفورد هو اللي رسم الصورة اللي انتوا شايفينها اللي لغاية النهاردة هي الصورة اللي مستعملها للزرة يعني اي حد بيشوف الصورة دي يقولك اه داتس ان اتم دي is the ratherford atom هو اللي اقترع الفكرة دي اتضح بعد كده بقى ان الصورة دي ما هيش الدقيقة وغيره اتطوروها لان اتضح ان الالكترونات ملهاش يعني فكرة ان الالكترونات عاملة زي الكواكب يتلف حوالين الشمس اه الارض والمريخ والترق الصورة دي ميني معاناها سانيلز بور وغيره قال لا الالكترونات مقدرش التواجد الا في حتك معينة وتقفز من حتة الى حتة انها مقدرش تاخد ما بينهم وترتب على كده ان هو وشتريدينجر وغيرهم تصوروا تصور جديد للزرة انما ما زال تصور السائد عندناها صور بتاع راض الفورد تصور ده بتاع الكوانتوم فيزيكس له تطبيقات كثيرة جدا ولكن فهمه صعب شوي اللي صعب الحكاية كمان واحد سمو بيرنر هايزنبرغ ده كان ايضا عبقاري كبير بيرنر هايزنبرغ رجل الماني وهو سنة 1927 قال حكاية الانسيرتينتي الانسيرتينتي برينسبل لازم كلكوا سمعتوا عنه قال انه ما تقدرش تعرف بوث السبيد واللوكيشن بتاعة البارتيكل في نفس الوقت ان فيه بروبابيليتي تلاقيها بس ندرش تعرفها امتى قال الكلام ده اولا كتب الكوانتوم ميكانيكس عمره 24 سنة وقدم الانسيرتينتي برينسبل عمره 26 سنة واخد النوبيل برايز عمره 31 سنة ها جماعة احنا منتظرين منكم ها عشان تعرفوا التوقعات بتاعتنا ماشي ازاي وده كمان ما هواش اكدع واحد لسه فيه اصغر منه كمان هقولكوا عليه دلوقتي جاء اروين شردينج كان اكبر منه شوية بس هو شاركه في النوبيل برايز وعمل الاكواجين ده هاين مساميه شردينج الاكواجين قال فيها ان البارتيكل بتمشي كويب ودي الويب اكواجين بتاعتها وتتحل ازاي واحد اسمه بول ديراك ده من اعظم الناس تعقرن اللي فات كان موجود في انجلترا وديراك كان عمره 24 سنة لما كان جراديو ستودينت عمل اه فورم اف كونتوم ميكانيكس وعمره 26 سنة he formulated the full treatment of quantum mechanics of the electron وبريديكتد نتيجة لكده ان في حاجة اسمها انتايماتر انتايماتر انه يبقى في حاجة ما بنشوفها اسمها انتايماتر وفعلا بعديها باربع سنين اكتشفوا البوزيترون اللي هو البوزيتف يتشارج الالكترون انتايماتر ولما الاثنين touch each other بيحصل explosion of energy فعمر 31 سنة ايضا اخذ النوبيل برايز مع شريدينجر سنة 33 المجموعة دي من الناس كان في اجتماع انا لسه بكلم مع الراجل بتاع سولوي بقوله لازم نعمل نفس الاجتماعات عندنا في ملتابة اسكندرية سولوي ده راجل بيزنسمان كبير من بلجيكا كان بيزورنا امير بلجيكا من شوية كان جايبه معاه او ناس اللي تشتغل في شركة سولوي طبعا مش بتاع 27 كانوا بيعملوا اجتماعات سولوي كونجرس بيجيبوا فيها كبار العلماء طول ما تيجي تعمل سولوي كونجرس عندنا قال لي ما زال بنعملهم ونعملوك واحد عندكم طبعا كده طبعا كل المخترعين ده اينشتاين وده ماكس بلانك وفي ماري كوري هنا هو الوحيدة الست اللي موجودة في الصورة دي وفي ناس اللي ودي ديراك وراء ومشاكل كل الناس اللي موجودين دوله مهم ان اينشتاين بعد ما عمل الكونتربيوشن الاخر عليها النوبل برايش دي ساب الكونتوم ميكانيكس وقالها مش مقتنع بيها واشتغل على السباشل ريليتيفتي ومن السباشل ريليتيفتي لجينير ريليتيفتي وبعدين ما عرفوش روبطوها مع بعض فربطوا الكونتوم ميكانيكس وسباشل ريليتيفتي في حاجة سموها الكونتوم فيل ثيري وبعدين بعد الكونتوم كرومو ديناميكس اللي هي بتدينا الستاندرد موديل بتاع النهاردة اللي هو ده اللي احنا لسا شايفينه موديل ده طالع من الكونتوم ميكانيكس وسباشل ريليتيفتي مع بعض شرح كل حاجة معادة معادة مش قادر يدخل كمبليتلي الجينير ريليتيفتي معه فدي عمللنا مشكلة حكاية الجينير ريليتيفتي مش هنخش في التعريف البارتيكلز دي كلها الجرابيتونز والفوتونز غير نتعرفون الفوتون هو اساس نقل اي حاجة الكوانتوم بتاع الكوانتوم الحاجة طبعا انت عارفين الكوانتوم سبكترم جزء منه هو البيزيبل لايت اللي احنا بنشوفه الضوء ما بين الالترابايلت والانفرارد ما بين دولها في الرينبو كله اللي موجود ده اللي بنشوف فيه كل الالوان ده جزء من الالكتروم ميكانيكس سبكترم الالكتروم ميكانيكس سبكترم كله من اول ون اخره بيتحرك بالفوتونز شكرا لكم الفوتونز هتلعب دور كبير في الكلام عن الكونتوم بتاعنا بشغل عنه فيه بيكولياريتس بقى اول حاجة بيكوليار جدا في الكونتوم ان بعد ما قلنا طيب اصغر جزء من المادة هو الزرة والزرة دي لها مكونات وداخل النواة بتاعتها دي فيه مكونات والمكونات دي فيها من جوها مكونات البرتكلز دي زي الالكترون زي الفوتون زي هي what is it احنا لغاية ده نتكلم عنها كأنها بارتكل انما البيهيفور بتاعها كأنها ويف زي الالكتروماجنيك ويف is it a wave or is it a particle في الكونتوم اول حاجة بتجنن الواحد في الكونتوم الكونتوم دي عايز واحد مخوطاء خالص يا اول حاجة ان it is both it's both a wave and a particle طبعا صعب راح تقولي ازاي wave and a particle تاني حاجة نتيجة الكلام بتاع بانر هايزنبرج uncertainty انا متخيل برضو ان زي ما انا بقدر اقول ادي مكان الارض ودي مكان الامر ودي مكان الشمس مفروض لو انا متخيل الرادر فورد اتم ان انا حقدر اقول ادي مكان الالكترون ودي مكان الالكترون تاني ودي مكان النواة او اتصور كده الانسر is no فيه uncertainty الانسرطن دي بتحوم في كل حاجة دي بقى اللي كان مجنينة اينشتين حكاة الانسرطن دي اسوأ من هذا حاجة مسميها non-locality يعني غير موجودة في مكان محدد واللي موجود معها probability على عكس بقى النيتونيان فيزيكس اللي بنحل بالدقة المتناهية هنا you are working with probabilities that's why it's very different بتنتهي خلصة طبعا احنا جئنا منين في حكاة الـ wave and particle duality نيوتون كان قال particles الاول واحد اسمه Thomas Young عمل experiment وقال انه لو بعمل اي موج بيتدخل مع بعضه بيعمل interference pattern فلما فوت ضوء من طريق two slits بدل ما يطلع عمودين من النور طلع المنظر ده منظر ده معنته ان light is a wave وبيخش الاثنين waves بيطلعوا من الخرمين دولة اللي حطوهم في السلتس دي وبتفاعلوا مع بعض وبيعملوا pattern D اللي احنا شايفانه هنا اه نفس التجربة هنا اهو بتبايل ازاي دي ما بتطلعش نورين اتنينة بتطلع انوار كتيره كده the only explanation in a light is a wave the light is a wave but it's also a particle احنا عارفين كده فاللي جنن الناس ادي اللي بنقوله ان classical physics مفروض لو انا عملت beam على الخرمين دولة حيطلعوا اضاءة كده في الكوانتوم بنقول لا انهم حيطلعوا prediction بتاعتنا كده وده اللي بيطلع دايما every experiment has supported the quantum view فعلا light is a wave اللي اصعب من كده بقى طب قالك طب انا بقى شطارة بقى انا همسك فطون واحد تاك رح مطلع فطون واحد وهي رح مطلع فطون تاني وهي رح مطلع فطون تالتي طبعا بالعقل اتوقع انه لازم فطون دايما هيعد من على اليمين يا من عد على الشمال ومفروض بيطلع على اللوحة اللي وراه يا حيخش على اليمين يا على الشمال وبعد شوية حيطلع لي العمودين النور لا even one at the time بيطلع الصورة دي فبنوصل conclusion غريبة جدا انه بيعدي في الاتنين في نفس الوقت ازاي فطون واحد يعدي في الاتنين في نفس الوقت اه اجمل حاجة في الحكاية دي من اشهر العلماء واحد كان دا مخافيشة او كان اسمه ريتشارد فاين من السنة اللي فاتت في القرن اللي فات له كلمة لما كان يقول له اشرح لنا يعني هاوي كان ايماجي قال له اشوفوا القواني الفيزيكس دي فيها حاجة من اتنين اما يدو ان اكتو فيث يا اما شاطع باندو دي ماثماتيكس مالهاش مالهاش شرح ان اشرح لك ازاي هي كده يعني التجارب بتثبت كده يعني تبعد فطون واحد ورا فطون واحد ورا فطون واحد ورا فطون واحد حتى انك تشتغل بالطريقة دي هتلاقي ان شوية بشوية هتتبني الباترن اللي شوفناها تاعة طبعا it's very unconventional لو حاولت ان اعرف طيب الفطون بيخش من هنا او من هنا بتروح متحولة كده لو شلت الجهاز اللي بيحاول يعرف الفطون مش كده ولا كده بتروح الراجعة تاني كده ليه؟ عشان اللي هو قالك عليه هايزنبرج ان كانت العائز تعرف الفطون ده فين يبقى انت حددت حاجة يبقى الحاجة التانية بتكتافي منك which is the application متى الحكاية دي ودي تجربة حاولوا يعملوها يفوتوها منها اضاءة تضرب مرايا وترجع تاني ومش عارفين كله بنفس الطريقة بيشتغل برده اول ما نحاول نعرف طب ضرب في اي مرايا بلاش عده من اي خرم بتهرجع كده لما شيل الجهاز اللي بيئيس بترجع تاني زي ما كانت كده هذه التجربة دي تعملت كتير جدا الليزر لايت فوتون باي فوتون ما تفرقش كله بيطلع بنفس الطريقة دي ليه؟ لان الانسيرتيني برينسيبل بيقول ان يمكنتها بوث ديفينت بوزيشن و ديفينت فيلوسيتي وفي حاجات معينة زي الانسيرتيني وهو تلاتة اكسيز مادرش يبقى اكتر من واحد اكسيز ليه؟ هي كده برده يعني صعب جدا ان الواحد لما يكلم في قضايا الكوانتم فيزيكس لان احنا حياتنا وتجربتنا الحياتية كلها مبنية على حجمنا ده فالحاجات اللي بتحصل اما على سرعة الضوء بتخش في النسبية بتاعت اينشتاين او في الحاجات الصغيرة جدا اللي هي على مليارات من المليارات من المليمتر عالم غريب ما نتخيله من الصعب ان احنا نحاول نربطه بتجربتنا الحياتية فمثلا دي is exactly a probability wave with a uniform succession زي اي wave of peaks and troughs طيب فين الفوتون في الحتة دي؟ it has an equal likelihood of being anywhere انما بالحساب بتاعنا بنا ده نقول طيب فيه probabilities معينة ولحظة ما بحاول إيسه بيحصل collapse بيبدأ في حتة واحدة عرفت الحتة الواحدة دي انتهت الوايف فمعطاش احسن السرعة بتاعها عرفت المكان معرفش السرعة قصت السرعة معرفش المكان بس هون الكلام ده الهيزنبرج انساتني برينسبل على عكس ما يقولوا بعض الناس في الادب والفلسفة اللي ما بيفحموش ولا رياضيات ولا فيزيكس it's very precise يعني الكلام دي are extremely precise probability data are precise تدي العلاقة بين دي ودي مربوطة بقواعد محددة جدا أينشتاين ده ما كانش عاجبه الكلام ده خلص أينشتاين ما يرغب ان هو الأب الروحي وأخذ النوبيل برايز بتاعه على الشغل اللي عمله في كوانتوم فيزيكس ما كانش عاجبه حكاية الكوانتوم فيزيكس دي وبالذات ما كانش عاجبه الانسيرتنتي برينسبل اللي هم نكلم في له وقال ان لا ان احنا لما بنعرص حاجة وبنقول هي هنا انا قصت سرعتها الأول وبعدين عرفت مكانها اذا ده معنته ان البرتكل دي كان عندها سرعة ومكان قبل ما انا اكتشفه يعني في حقيقة للبرتكل دي هنا وبعدين انا عندي صعوبة في قياسها انما هي الحقيقة دي موجودة وبعدين في حاجة تانية يعني كلماته الشهيرة لما قالوا له وقال له ما فيش حاجة اسمها probability god does not play dice ان احنا لازم في قواعد ثابتة احنا مش عارفينها الحاجة التانية ان فيه حاجة اسمها entanglement يعني لغاية هنا ده كان لسه بسيط التعقيد بقى بيبتدي هنا بقصة الentanglement دي بيقولك ان لو في عملية معينة زي ما هنشوفها عامل excitation لكالسيوم آتم بيطلع منه اتنين فوتونس اتنين فوتونس دوله are entangled واذا انا قصت واحد من هنا فالتاني ان شاء الله يكون في الناحية التانية في مجرة تانية مش راسة الداخل الكرة الارضية في مجرة تانية ممكن ان هو هيتأثر بالزبط مع ده instantaneously ما لهاش داعه بسرعة البر فانشتاين كتب بيبر مشهورة سنة 35 مع بودولسكي وروزن مشهورة الدرجة انه يسموها EPR يعني اينشتاين بودولسكي وروزن بيبر سنة 35 قال ان ده دليل ان نزاية الكوانتوم كلام فارغ لان محدش يعقل ان يبقى فيه اتنين فوتونس واحد هيروح هنا واحد هيروح هنا وبعدين اجيه فالتقييس ده يقوم ده اللي يتأثر وانستنتينيسلي فالانتانجلمنت اللي هو طالع من الماثماتيكال فورميليشن بتاعتهم ده حاجة لا يعقلها العقل فلازم ان احنا نرفضها طبعا الـ لتست لمدة تقريبا تلاتين سنة لغاية ما جيه سنة 1964 واحد اسمو جون بيل طلع ببريلينت ايديا ازاي يعمل تست للـ EPR ايشان انها غلط فقال ان الـ EPR ايشان انها غلط بمعنى ايه بمعنى ايه بمعنى ايه ناخد بمعنى ايه ناخد بمعنى ايه ناخد عندهم ناخد ايضا ايه وفيه ثلاثة اكس فبمعنى ايه ايه ناخد يعمل لغاية ايه ناخد ايه ناخد فدلوقتي لو انا جلبت ومشيتهم هدور على الـ هيحصل فهذا يبقى المعيار هو ال-spin. فهبتدي ب-entangled particles، هعمل separate detectors، وعمل random testing على ال-axis 1, 2, or 3، وشوف ال-spin is anti-clockwise or clockwise. ففيديو تست، سينخونيز detectors، حاو تتنين detectors، الرسلط لازم اتلاو زيباد، أو نونسينخونيز detectors الرسلط should agree more than 50% of the time. ليه more than 50% of the time. أدي التجربة، وحطينا فعلاً هنا energetic calcium atoms. زالتك توقف 10 years بعد، أكثر من 10 years بعد بل ما عمل الطرح بتاعه، لأن الجهاز التواجد عشان يعمل القياس ده. حيطلع فطور من هنا وفطور من هنا. وهنا القياس هي-ease axis 1, 2, or 3 بال-detector ده، حيدينا a reading, either anti-clockwise or clockwise. وهنا detector ده ب-ease axis 1, 2, or 3. وده حيقرأ anti-clockwise or clockwise. If they are synchronized, يعني حقول لهم هنا قياس هو axis 1 وهنا iso axis 2. وفطور مفروض أنه يطلعوا زيباد. إذا عملتهم unsynchronized ده ب-ease 1، وده ب-ease 2، وده ease 3، وده ease 1، وده ease هكذا. حيطلعوا نسبة معينة. النسبة معينة دي لازم تبقى أكثر من 50%. ليه؟ لأنه عشان أدي كل ال-possibilities. لو عندي 3-axis. عندي ايه؟ يعمى anti-anti-anti أو anti-clockwise, anti-clockwise, clockwise, clockwise, anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise, clockwise. وهكذا. عنواض حقا جداً كل التبديل والتوفيق بتاعة العملية دي. فأيما ايه؟ Though 2 of one kind أو 3 of one kind written would count as a positive outcome. لو حسبنا دولة هنجد ان المجموعة دي كلها يبقى مع بعض اجري 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 اجري. خمسة من تسعة is more than 50%. يبقى قدر اعمل التجربة. آه كieszكري لا يبقى مع بعض في ماء مع بعض اجري اجري والنسفن الاحتمال وحتوا Itu They have lebih قدر اجري 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 اله lol اجري 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 الدiataine plans voir how to undertake the experiment and by the early 70s it could be done البيزي اكسبريميت هتعمل ادي الجهاز وتطبق عليه طلع وان فوتون من هنا وان فوتون من هنا وسنة السبعينات ستورت فيمن وجون كلاوسر في بيركلي وبعدين ادوارد فايا ورندل تومسون في تكساس وبعدين في الان اسبكت في التمرينات توصل ان يحط دي تكس اكتر من 13 متر من بعد طبعا 13 متر زي ما تحطه من ناحية تانية يعني احنا بنتكلم على انفوتونز اللي هي حاجة واحد على مش عارف كامل من المليون مليون البروتون اللي هو من جزء من مش عارف ايه فمتحطهم على 13 متر من بعد زي ما تحطهم من اليابان وامريكا ما تفرقش او تحطهم من الارض المريخ مش حتفرق الاسبات انهم فعلا ماشيين مع بعض وهذه التجربة نيكوليس جاوس نحطهم 11 كيلومتر من بعد كلهم طلعت نفس النتيجة 11 كيلومتر اشتعوا بقى اشتعوا من اشتعوا من صدقات الوصيح احنًا 100% اجتماعات التقديمات غيرانيات مختلفة في مقارنة 50% إذن الواقعات المتعاملت في الحيبثيسي بأن أينشتين أينشتين كان محقاً ومتعامل يوجد مستخدمات لأجتماعات المسؤولة المسؤولة تلك المسؤولة المسؤولة يعني ما دام أن المسؤولة تلك المسؤولة أنا أقدر أسر المسؤولة فأعلم أنه في المسؤولة بشكل معين توجدت في مكان تاني في العالم هل ده ممكن ولا مش ممكن؟ آه ممكن في عام 1997 كانوا تقوموا بشكل معين فإذا منكم شاهد أفلام ستار تريك بيمي أب سكوتي يمكن يحصل حاجات زي كده في المستقبل طيب هذه ناحة التجربية ناحة النظرية وصلت أن أريد أن تشرح هكاية تتحصل إزاي فعشان يعرفوا الكوانتوم ديمانشان قالوا أن هذا ليس مستقبل بشكل معين وقالوا أن هناك ناحة المسؤولة يجب أن تتحصل إزاي وفي المسؤولة قلتلكم عليها في الأول بتقول إنها الكواركس والمسؤولة تكون مستقبلة ودخل قوة ديمانشان قوة ديمانشان قوة ديمانشان قوة ديمانشان قوة ديمانشان قوة ديمانشان وشكلها هي قوة ديمانشان وكان فيه ملتبل ديمانشان بالشكل ده وجاء حلول مختلفة جاء أد ويتن بيّن أن الحلول المختلفة ممكن أن يوحدها بحاجة سماها M-theory وبين أن ب11 ديمانشان قدر يحل الحكاية دي وأن ده حيودينا تورز unified field theory إيه بقى theory theory دي كلها جات إزاي؟ لو بدأنا بالنيوتونيان ميكانيكس اللي احنا واخدين عليها وهنا زودنا عادي gravity وده quantum وده سرعة الضوء اللي احنا بنتكلم عنها هنا النيوتونيان gravity وهنا special relativity وهنا quantum mechanics وبعدين هنا general relativity بتاعت أينشتاين وهنا اللي هي النيوتونيان quantum gravity وهنا quantum field theory واللي عايزين يوصلوا هي theory اللي تضم الحاجات دي كلها مع بعضها وده لسه بيقولوا يمكن M theory تبقى هي أو variance of string theory تبقى هنا فده التصور بتاع بنينة theories دي ازاي؟ هل الكلام ده له اي تطبيق اعطانا لطبيقات كثيرة جدا اول حاجة الـ quantum dots النهاردة نعم استعمل الـ quantum dots لهم they can get excited by an energy charge and they can be as small as one nanometer تطبيقات موجودة النهاردة وتيبقى ما بين 2 و 10 وبيضموا نانوميتر وبيضموا وبيضموا 10 و 50 أتم ودولا الـ electrons inside the quantum dot يبقوا من واحد إلى several thousands وقدر أغير ألوانهم بالـ size و shape و material coating وبالتالي بقدر أعمل tracking للكانسر بقدر أعمل حاجات كثيرة جدا و يصدقوا الـ عندما يتطبيقات موجودة من واحد موجودة من أجل الشرور عشان حجم الدوتس نفسها. البلوراي وال HDDBD are applications of it. القوانتوم ليزر ديود is an application of it. فالحاجات دي كلها موجودة وفيه application كمان للصولار باور وجدنا انه ممكن نرجع تاني الفوتواليكتر افاكت الاولاني خالصت على اينشتاين نتطبقه هناوت ونلاقي ان احنا ممكن نزود الانيرجي افشيشنسي من not single electron by one photon انه من 7 الى 8 electron can be loosened by one photon. طب الكلام له احنا فعلا ازافة الكمبيوتين. ما تنسوش احنا وصلنا الغاية هنا وبنقول DNA computing من ناحية quantum computing من ناحية التانية. فاذا دخلنا في الكمبيوتين نفتكر بقى القواعد الاساسية. wave particle duality. ثانيا انه energy like matter consists of discrete units of quantum. elementary particles of both energy and matter depending on the condition may behave like either particles or waves. واليمنتري particles move randomly and unpredictably. وبعدين فيه رولز اضافية. complementary values like position momentum cannot be known the uncertainty principle. واليمنتري particles can be in simultaneous states at the same time. طبعا دي انا كنت بقول الحنان المونيري وانا جاي من الصعب جدا ان الواحد يتخيل يعني ايه. انه يبقى both yes and no في نفس الوقت. وان لحظة محاجه عايسه بيتحدد هو ايه. قبل كده ما دارش يعرف. دي إنما هي كده الطبيعة بتطبيق الواندوم كده It is both at the same time ففي دي أدت شريدينجر إنه قال لقصة إنه لو حطيت قطة جوا علبة وحتطلعها سعيناية بارتيكل مش عارف سكنة ميتة ولا عيشة لغاية مفتح لعلبة لحسنة مفتح لعلبة حعارف بس طبعا إذا التطبيق غير سليم لأن القطة شريدينجر سكتة زي مشهورة It is not quite true لأن الكات is a macro يعني حجمه ما بينطبطش عليه القوانتوم بس بالنسبة لقوانتوم بارتيكل الكلام ده سليم Inside a computer لو بنيت كوانتوم كمبيوتر فحقدر يبقى عندي بارتيكل that takes both the zero or one value and everything in between فدي طبعا قعدة كبيرة جدا قعدة الثانية الانتانجلمنت اللي إحنا كان أينشتين يقول فيها استحالة إنه ما فيه حاجة اسمها انتانجلمنت لو أثبتنا أن فيه انتانجلمنت يبقى إذن ممكن action at a distance Simultaneously Simultaneously ما فيش message بيروح من واحدة للتانية Simultaneously انتاجلمنت precisely means simultaneously ممكن يبقى one side of the universe and the other side of the universe The east d يبقى دي كده يبقى faster than the speed of light فدلوقتي بدل بقى البيتس بتاعتنا الdigital bits بتاعتنا حنعمل كوبيت الكوبيت is an electron or a photon in a magnetic field ولو spin ونظر نقول إنه spin up or spin down مثلاً مثلاً وقدر أغير أو spin clockwise anti-clockwise وقدر أغير الdirection of spin by sending a pulse of energy مثلاً from a laser فلو اعتبرت أن واحدة أن one unit of the laser حتى تقلق من spin up which is the equivalent of zero and one يحصل للأوبعد half unit according to quantum physics it becomes both not one or the other it is both طبعاً دي تعمل مشكلة جديرة جداً إنما guess what انت عملت في المعمل اللي قدامكم دي تجربة بتاعت ion traps حطوا فيها iridium atoms وقادي الاجتشيء قدامكم وبنقدر نعمل التجربة دي كلها إذن كوانتوم كومبيوتين هيعتمد على الانتانجلمنت وعلى السيمالتينيس superposition of states أنا ما بنقول واللوجيك جيت بدل ما يبقاله one or two position يعني either on or off لا يمكن عنده multiple positions بالشكلة والكوبيتس بقى would interact via كوانتوم انتانجلمنت يبقى إذن الكوبيتس هتشتغل مع بعضها سيمالتينيس لي مش هتاخد وقت على عكس الكمبيوتر التقليدية زي ما قلنا في الأول no matter what you do no matter how fast you go ultimately في speed بتحصل ولازم تنقل معلومات ما بين parallel processors وبعضهم ولازم تنقل معلومات داخل البروستسر وكلها بياخد وقت وبياخد حرارة وبياخد حاجات تانية إنما each qubit would take a superposition of both zero and one وبالتالي theoretically قدر أعمل two to the n calculations per كوبيت يزاي بقى كلام لو تخيلت إن أنا عملت آري 500 كوبيت 500 فده بقى parallel processing مالوش حدود يعني وبتعمل instantaneously by entanglement مش by other things طيب إزاي بقى الالغوريثم بتاعه طبعا مالوش دعوة بالconvention الالجبرا اللي أنتو تعلمتوها مالوش دعوة بالبوليان الالجبرا مالوش دعوة بكلام حد في واحد اسمه ديفيد دويتش في أكسفود انتا 84 ديفيد دويتش أول واحد كتب بيبر سنتا 84 على فكرة كونتوم كمبيوتر يعني يا دوب فتح عليها 24 سنة أول بيبر بتقول يا جماعة ممكن نبني كمبيوتر على أساس الكونتوم واشتهر جدا بالحكاية دي بعده بعشر سنين بيتر شور انبنت الالغوريثم that could take advantage of كونتوم phenomena to factor large numbers 27 factorization of large numbers تستعمل في الإنكريبش systems لوف جروفر في لوسينت بعده على طول developed a quantum algorithm to search databases conventional techniques that we would on average do نص الن half of the number of items in the database in terms of tries to find the item الانت ايسو بالقوانتوم algorithm it is the square root of n طبو اي عن الحكاية دي لا يعني تكدير اوي يعني لو عندي one terabyte of data n over 2 تساوي 500 مليار بينما ال square root of n is a million يعني increase in efficiency is five hundred thousand times يعني الالغوريثم يعمل increase in efficiency 500 الف مرة طبعا كل ما هيزيد الرقم كل ما هيزيد inefficiency جرشنفلد وشانك طبعوا الانمار تكنولوجي دال تكنولوجي اللي عملوها عشان يعملوا قانتوم كمبيوتر وعملوا تست of using chloroform molecule عملوا تست للقانتوم كمبيوتر وعملوا تست on two qubits و اصبحتوا ان ممكن تعمل قانتوم كمبيوتر طبعوا ال Grover ال Grover algorithm فيه it proved that quantum computing can work وبنتخيل بقى array of qubits بالشكل array of qubits بالشكل بالlogic gates could solve basically any problem that you can imagine ما فيش حدود عليه حاليا بنحاول نحط different constructions في المعمل عشان نبني quantum computers غير بقى نعمل quantum نتس يعان نحن نسه نحن 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 نفضل في quantum computing We're very early stages وده شكل مثلا quantum computer تبنى في Vienna بيعمل two qubit operations بس one and one يعني زي two bits في conventional computing two qubits طبعا تبدأ جيدا بس أفكركم يعني بداية الكمبيوتر كانت أيضا جيدا يعني لما بنقول إن ده شكله جيدا ومبالي بعملش حاجة كبيرة تم الإنياك 45 ما كانتش بعمل بها جديرة اللابتوب بتاعي أضعاف أضعاف قوة الإنياك النهاردة اللابتوب النهاردة أقوى من أي حاجة موجودة ففي enormous increase in computing power هنعمل بها ايه complex mathematical issues مثلا multiple dimensional objects عايز very complex mathematics الكلا بي manifold وزي ما سنتيفك أما كانت كل string theory بتحتاج 11 dimensions بقياس في قياس هنحتاج إلى تفكير جديد أو encryption يعني عشان تحل encryption factorization of large numbers يعني مثلا الرقمين دول 4000 وكذا 4000 وكذا يطلعوا 99 миллиون وحاك طبعا دي فدي بالمتهى السهولة إنما لو أقولك طلع لي two crimes اللي constitute هذا الرقم أصعب لو تمسك وراء وقلم هتلاقي أصعب جدا طيب عشان اطلع النوات دول two crimes بتوح طيب إنما عشان بدأ عن فكرة encryption كلها إنما تخيل بقى إن بدل الرقم صغير زي ده إن أنا بتكلم على 120 digit وقعد حل دي بقى هتاخذ دي طبعا هتاخذ حاجة فظيعة جدا طيب حصعب لكم الحكاية شوية شوفوا دي دلوقتي this the base of most modern encryption لو أنتقل من 120 digit إلى 250 digit الفكتوريزيشن عشان أطلع على two primes اللي يكونوا هذا الرقم مقابل two primes اللي يكونوا هذا الرقم إيه الصعوبة الفرق اللي بدهم كلاسيكال كومبيوتين it is roughly one million times more difficult يعني لو الأولاني هياخد one unit of time عشان أحل ال second one حياخد one million units of time عشان أحل ب كلاسيكال كومبيوتين بال كومبيوتين أربع مرات بس الكوميتوم algorithm is that much more efficient هو مبني على الحاجات غريبة جدا entanglement ومش عارف إيه وسوبر position وbeing both yes and no at the same time وإنما بيشتغل زي ما قال ريشد ثانيمان shut up دون mathematics حاولش تفهم دون mathematics حيطلعوا كده طبعا الفرق ما بين الاثنين واضح جدا يعني الفرق ما بين دولة واضح جدا طب إلى أين بنسب بهذا النيو 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 ماس والنيو ماس طبعا بدأنا نشوف بعض الظواهر بتاعتها في الكيوس الكم والفراكتال والإيجن بيث مودلين بترجع تاني لواحد طبعا نكلمنا عنه وابل كده جون فون نايمان اللي هو عمل theory of games and economic behavior وأيضا اللي كتب البيبر وتلقوا عليها سنة 48 بتاعت الجنرل الاطماطا فنرجع للسنة الاطماطا بقى زمان جون فون نايمان سنة 48 بدأها حاليا واحد اسمه ستيبن وولفرام عادها تاني بعدها بخمسين سنة وولفرام ده على فكرة مش رجل مجنون يعني وولفرام ده أخذ البيت جي بتاعه قبل ما يتم عشرين سنة من MIT وما اخذ مكارتر أورد سنة 81 وبعدين عمل سيريز وسمعها سلر أوتوماتا وبيتخيل هو كتب كتاب اسمه A New Kind of Science اهو كتاب ده طلع سنة 22 وبين بس سلر الفكرة A New Kind of Science انه بيشتغل بسلر أوتوماتا بيقول لو اخدت مجموعة من small rules اللي بحطها تحت في السكوير بقدر تجينير a very large number of patterns patterns يعني الـ patterns تتغير بتغيرات بسيطة جدا و in fact ان ده أوتوماتون based on rule of 30 اللي بنوصل لليه الـ patterns دي بيرى ان المستقبل بدل ما نستعمل equations هنستعمل patterns يعني نهارده بنكتب equations بكرة في patterns ظهرة من قواعد معينة كذلك شوفنا في DNA computing شوفنا في الـ وفي الكاوس وفي نوع التطبيق هنعمل في الـ الستاد بيتصمم دلوقتي كله با AutoCAD وبي كومبيوتر ف Dublin's New Stadia مثلا اتحسب كله با circuit HOK با كومبيوتر من الاول ما فيش رسم بريد والكلام ده إنما system تانية بدأت الحكاية دي تظهر وإحنا عندنا في المكتوب نستعمل في الحاجات دي إنما في حاجة تانية لو أنظر لهذه الصورة التي تكونت بتاعت ديزني concept hall في حاجة تصميم بتاع فان جيري طبعا كان فيه استحال من غير كومبيوتر دي المبنى نفسه إنما أهم من هذا إن المبنى ده دلوقتي وأنا بعمله كده في نفس الوقت أقدر أطلع منه من هذا الرسم الكمبيوتر عندنا ده طبقت موضل بتاع القطر بتروليوم ودرسة الحركة بتاعت الجو والهو والحرارة والشمس عشان تقلل وتعمل بتاعت بتاعت البلدن نفسه فطبعا الموضل ده بيحتاج لكمبيوتن باور ضخمة جدا عشو معاش أعدش يحل كل المعادلات دي مع بعضها في الوقت بترير كمبلكستيز بترجع لأنا تنسوش ان احنا في الأول سبنا العالم برجع رجعنا في الفيزيكس والكوانتم وحنرجع تاني العالم البيولوجي زي مثلا الفلكتوات في واحد لاحظ الطيور ده هيا نسميها جراوس بتيجي في فترات معينة في حتة في انجلترا في المارش في انجلترا دي ومرة يبقى كتير ومرة يبقى ليل فحب يعرف جاي منين واحد تاني قالك لو سمك بيتكاثر في بركة محدودة هيوصل الى حد قد ايه فطبعا دي تاريين كباسيتي فمالتو سماب بتقولك ال ستيت هيبقى عبارة عن واحد زائد اثنين في المية او ثلاثة في المية او خمسة في المية من الانيشل ستيت اللي بدأت فيه وكل سنة تكرر نفسها بالشكل ده وبالتالي انا ممكن اتوقع ان لو بسيت على status population next على عدد سنوات او time periods فحاجة اما كيرف ماشي كده او كيرف ماشي كده في حاجة اسمها logistic map بتعمل بتزود parameter اسمه ايه هنا ترافينه ده مع الانيشل وبتمشي من الانيشل 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 فاذا حطينا ايه تقريبا 3 هنجد اللي بيحصل هو كده الاول زبزبة وبعدين تستابيلايز تقريبا عن 63% لو غيرت ايه ل3.4 وحاولوكم ليه غيرت الاختيارات ده هنجد بتعمل كده وبعدين الزبزبة دي بتحصل ولو رجعت ل ايه 3.99 او 4 تقريبا هتبقى totally erotic and chaotic this is because of something we call a bifurcation problem for mathematics والواضح فيها لو اخدت الاكس هنا هو والاي من هنا فحاجة انه فترة معينة بيبقى في single solution وبعد كده بيحصل bifurcation وبعدين bifurcation بتعمل more bifurcation وبعدين total chaotic system فادي الاولانية والتانية والتالتة فطبعا الاولانية كان لها حل واحد اللي كانت لها 63% والتانية كانت تتزبزب ما بين الاثنين دولار والتالتة is all over the place this is طبعا an example of chaotic theory ولو اخدت انا الرسم الجراف ده بس هشد شوية لتحت دي وهعماله three dimensional computer simulation هشد لتحت حيبش وده اللي بسمي جزء من fractals بتباني هنا fractal fracture بتاعته وده are the possibility space generated by computer on the equations اللي وردت هلكم معانا very simple equations بيبقى عندك very complex very complex probability spaces وبنطبعها ايه في الweather phenomena لانه واحد اسم لورنس كتب paper مشهور اوي does the flutter of a butterfly's wing in rio cause a hurricane in texas ده كان العنوان بتاع paper الفكرة اللي بيقولها اننا عم بعمل predictions مبني على حاجة minute changes for initial conditions can lead to very large changes في الاخر minute changes على فكرة انه اسم كيس 8 digit بعد decimal point واحد عمل truncation واحد عمل rounding ولاحظ ان الconclusions بتاع المجرش كانت مختلفة خالص فوجد Lawrence attractor اللي بتشوفوه هنا اللي مبني على equations دي وده كان بداية ال emerging science of complexity and chaos it's enormously effective for natural phenomena and ecological studies ولهم ايضا طبيقات انا فراق في social science research فيها concepts زي self similarity multiple outcomes nested hierarchies ده المند البروات ست دعم زي pi في ال conventional geometry مبني بالصورة بسيطة جدا changing number or fixed number equal result ده المند المهم لو خدت حتة منه وعدت اعمل زوم in هتلاقي نفسك رجاع التاني للمند البروات ست infinite going this way and that way الاثنين بيكبروا مع بعض بدون حدود اللي هي applications كتيرة جدا الgrowth of plants the patterns of flowering the patterns of cracking or drying earth the structure of DNA the path of lightning bolts formation of snow flakes turbulence الغازات شوف مثلا the mixing of gases two gases combine collide mix وحب بيطلع قدامكم Lawrence attractor بيزهر تاني هنا قدامكم تاني patterns of coastal erosion organic constructs neural networks كل ده جز من الامكانية والاسئلة what if what if what if what if new mathematics will be required how we're going to go and I believe that throughout history science has been a candle in the dark and as we move faster and faster it is science that will expand the brain's reach either through conventional computers or through new kinds of computing including quantum computing and a whole lot more it's the dawn of a new age let's embrace it and welcome to work in the school in the world and thank you the